مارقة خارجة من التاريخ منحرفة عن مساراته من أيام الخوارج تمردت فكرة وسلوكا عبرت الأزمنة متكررة تجر خيبات وويلات تعددت الأسماء والأصل واحد عقيدة مشوهة تعشق التكفير وتمقط التفكير بين النقل والعقل اختارت الصدل وكل ما هو ضحل تضيق بكل مساحات سماحة وتغرق في وحد الفضبة الظاهرة عابرة للجغرافيا لا تعترف بالقارات والحدود والموانئ والسدود تستقطب الشباب والشياب تجند أجناسا من كل حدب وصوب بالجنة والحور تعيدهم بالزور أساءت فهم الكفاح فاستلهمت جهاد النكاح تكالبت على المغلوبين ركبت ثورتهم فأجهضت حلمهم وأقامت بينهم دولة للوحشية باسم سماحة الدين شوهت الإسلام ولم تعد تنفع كل صياغ الكلام دفاعا عن دين الله وخير الأنم صورتنا سمعتنا حضارتنا صارت للنحر للرجم للحرق للحرق والرق مرادفة ابتسم أنت تنحر سلفي مع سيفي الفجر والجرم يلتقطان صورة لتخليد الإنجاز بإجاز أفي الأمر مؤامرة أم في السؤال مقامرة من هي ما كنهها ما أهدافها أهي لعنة تلاحقنا أهي منا وفينا وعلينا أهي مجرد حمى أم سلطان أينفع معها العلاج بالمساج أم بالاستئصال ربما طالبنا السؤال وقد يتشعب الجواب في شأن الداء والدواء وفي تشخيص الحال والمؤال من الأخير للآخر داعش يدعش دعشا والنتيجة داعش هذا الوباء والوبل منضوع موضوع حلقتنا الليلة في برنامج بل كويتي كونوا معنا هل هي رواية أم حكاية هل هو سراب أم حقيقة بكل الأحوال سنحاول نتقصها نعلنها من هنا من هنا من هذا المكان المارك أننا نحن جماعة التوحيد والجهاد في بلاد الشام قادمون البداية كانت في العراق تحت اسم جماعة التوحيد والجهاد وبعد تولي أبو مصعب الزرقوي قيادته في عام 2004 تحول إلى اسم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين واشتهر وقتها ذلك التنظيم ببث مقاطع فيديو على الانترنت تظهر إعدامات وقطع رؤوس وبعد قتل الزرقوي في يونيو عام 2006 انتخب التنظيم أبي حمزة المهاجر زعيما له بعد أشهر أعلن عن تشكيل دولة العراق الإسلامية بزعمة أبي عمر البغدادي إلا أن القوات الأمريكية تمكنت في إبريل عام 2010 من قتل البغدادي ومساعده أبو أيوب المصري فاختار التنظيم أبا بكر البغدادي خليفة له وبعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق في نهاية عام 2011 شن تنظيم دولة العراق الإسلامية حملة تفجيرات في المدن العراقية حصدت آلاف الضحايا وعرض الأمريكيون مبلغ عشرة ملايين دولار مكافأة للقبض على البغدادي أو قتله ورد التنظيم بحملة أطلق عليها اسم كسر الجدران شملت عشرات الهجمات على السجون العراقية وأدت إلى الإفراج عن المئات من المعتقلين وفي إبريل من عام 2013 أعلن أبو بكر البغدادي في تسجيل صوتي أن جبهة النصرة هي امتداد لتنظيمه وأعظن دمج التنظيمين تحت مسمى واحد الدولة الإسلامية في العراق والشام اختصارا بداعش وبعد إعلانه عن الاندماج الذي رفضته جبهة النصرة قرر البغدادي نقض نشاط تنظيمه إلى سوريا أخطأ الشيخ أبو بكر البغدادي الحسيني بإعلانه دولة العراق والشام الإسلامية دون أن يستأمرنا أو يستشيرنا بل ودون إختارنا وسرعان ما بدأ التنظيم في خوض معارك على أكثر من جبهة في الداخل السوري واحدة ضد النصرة وثانية ضد الجيش السوري الحر وثالثة ضد الأكراد السوريين وفي يناير من العام الماضي تسللت قوات من داعش إلى مدينتي الفلوجة والرمادي واحتلتهم بعد أشهر من تصاعد العنف في محافظة الأنبارة وفي العشر من يونيو الماضي شنت داعش هجوما أدى إلى سيطرة سريعة على مدينة الموصل ثاني أكبر المدن العراقية ووسع التنظيم سيطرته إلى محافظة صلاح الدين التي تربط وسط العراق بشماله وتضم مدينة بيجي حيث أكبر مصاف النفط العراقية وبعد سيطرة داعش على مناطق واسعة من العراق تشمل معظم محافظة الأنبار أعلن في التاسع والعشرين من يونيو قيام دولة الخلافة الإسلامية ومبايعة زعيمه أبي بكر خليفة للمسلمين وتغيير اسم التنظيم إلى الدولة الإسلامية وبعد ذلك بأيام وفي أول ظهور علني له وزع التنظيم شريط فيديو لخطبة ألقاها البغدادي في الجامع الكبير في مدينة الموصل دع فيها المسلمين إلى طاعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإثر هذا التمدد الجغرافي للتنظيم اعتمد التنظيم تنويع مصادر دخله لتمويل عملياته وصار يبيع بأسعار منخفضة النفط الخام والبنزين من الحقول والمصافي النفطية التي استولى عليها في سوريا والعراق وكما بدأنا ننهي بذات التساؤل داعش هل هو سراب أم حقيقة هذا هو موضوعنا عزائي المشاهدين الليلة داعش والجماعات المتطرفة التي طبعا ترتكب الكثير من الجرائم باسم الإسلام والمسلمين حلقة استثنائية سنستضيف من خلالها متخصصين كل في مجاله للحديث عن هذا الموضوع من كل أبعاده الديني والسياسي والإعلامي والنفسي إذن باسمكم مشاهدين نرحب بضيوفنا الليلة الدكتور عايد الزايد استشاري الطب النفسي وأيضا الأستاذ محمد الحسيني مدير تحرير جاية الأنباء الكويتية وأيضا الدكتور فيصل بصلي باستاذ العلاقات الدولية بقسم العلوم السياسية بجامعة الكويت مرحبا فيكم معنا قبل طبعا ننتقل أيضا إلى السفية نرحب أيضا مع النظيف من الخارج عندنا أيضا سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مكة المكرمة الشريف الدكتور حاتم العوني الدكتور عضو منزل الشورة أيضا دكتور أهلا وسهلا فيك معنا أحياكم الله يا مرحبا بداية نحب نتعرف أيضا على ضيوفنا أكثر من خلال هذا التغرير ونعود إن شاء الله الدكتور الدكتور عادل أحمد الزايد بكالوريوس طب وجراحة من جامعة الكويت كلية الطب عام 1993 زمالة الكلية الملكية البريطانية للأطباء النفسانيين عام 2001 حاليا يعمل استشاري طب نفسي ورئيس القسم الطبي في مستشفى الطب النفسي بوزارة الصحة بدولة الكويت وهو أستاذ مساعد في كلية الطب قسم الطب النفسي بجامعة الكويت ورئيس لجنة البحث العلمي بالمستشفى ومسؤول تدريب أطباء العائلة لمادة الطب النفسي يقدم مادة الطب النفسي لدارسي معهد الدراسات القضائية ومن إنجازاته يعتبر الدكتور أول طبيب كويتي يحصل على زمالة الكلية الملكية البريطانية للأطباء النفسانيين ومحاضر معتمد لمادة الطب النفسي في العديد من المؤسسات التعليمية على المستوى الإقليمي قدم العديد من الندوات والدورات العلمية والعامة في كافة دول الخليج العربي والعديد من الدول العربية محمد بسام لحسيني مدير تحرير جريدة الأنباء حاصل على باكالوريوس في العلوم المالية والإدارية من جامعة القديس يوسف بيروت عام 1999 حاصل على باكالوريوس الحقوق في الجامعة اللبنانية من بيروت عام 2000 مدير تحرير الأنباء الكويتية من 2008 وحتى تاريخه كان عند تعيينه في هذا المنصب أصغر مدراء التحرير سناً في جريدة يومية كبرى في العالم العربي والشرق الأوسط كما شغل منصب سكرتير تحرير في جريدة الأنباء عام 2005 إلى عام 2007 وفي أغسطس من عام 2012 أصدر الحسيني كتاب على دروب الربيع عن أبرز الثورات السلمية والحركات الاحتجاجية الشبابية في التاريخ ولقى أصداء كبيرة في الإعلام العربي الدكتور فيصل مخيط عبدالله بوصليب استاذ العلاقات الدولية في كلية العلوم السياسية بجامعة الكويت وهو رئيس وحدة الدراسات الأمريكية في جامعة الكويت دكتوراه في العلوم السياسية في جامعة مانشستر وبتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ماجستير في العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا ريفر سايد باكالوريوس في العلوم السياسية في جامعة الكويت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عضو الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية وهو عضو الجمعية البريطانية للدراسات الدولية أجرى العديد من المقابلات التلفزيونية والصحفية وله الكثير من المحاضرات في السياسة الدولية وغيرها الشريف حاتم بن عارف العوني دكتوراه في الشريعة الإسلامية أستاذ مشارك عضو مجلس الشورى السعودي سابق لدورتين كما يشغل عضو هيئة التدريس في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى وهو يعتبر المشرف العام على اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وهو عضو في بعض المراكز العلمية داخل المملكة العربية السعودية شارك في العديد من المؤتمرات والندوات والدورات العلمية والدعوية داخل المملكة وخارجها له العديد من المشاركات في وسائل الإعلام من الصحف والإذاعة والتلفزيون السعودي وغيرها من الفضائيات المختلفة ببرامج مستمرة ولقاءات وندوات عابرة له عشرات المؤلفات والبحوث العلمية كما له العديد من التحقيقات في المجال الديني وأحاديث الشيوخ الثقة مشاهدين قبل ما نبدأ حوارنا أنا حابة أبارك للدكتور عادل لاعتماد اعتراف بالجودة لمركز الكويت للصحة النفسية من قبل الهيئة الكندية للاعتراف مبروك لكل العاملين ولك طبعا بما أنك مدير المركز شاكل لكم جدا ومثل ما حضرت فضلت هذا مجهود فريق كامل وليس مجهود شخص يا بك العافية إن شاء الله بالبداية راح أبدأ السؤال مع الدكتور فيصل في البداية نقول من هم داعش أو ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ومن وين يوه بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أنا شاكر لكم على هذه الدعوة الكريمة هو في الحقيقة السؤال يعني يحتاج إلى إجابة عميقة لكن بشكل مباشر هم تنظيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام نشأ نتيجة لظروف معينة أهم هذه الظروف هناك أسباب مباشرة لمثل هذا التكون لمثل هذا التنظيم أهم هذه الظروف الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003 والسبب الثاني الرئيسي هو فشل ثورات الربيع العربي مما أوجد بيئة حاضنة لمثل هذا التنظيم الاحتلال الأمريكي أيضا لأفغانستان وإسقاط نظام طالبان وبالتالي البقايا أو فلول تنظيم القاعدة السابق وجدت في العراق والفوضى الموجودة في العراق بيئة حاضنة للظهور مرة أخرى والتنظيم مرة أخرى إضافة إلى سبب آخر أيضا ساهم في ظهور مثل هذا التنظيم داخل العراق وهي في الحقيقة السياسة نوعا ما الإقصائية للنظام العراقي لحكومة المالكة بالتحديد وبالتالي أوجدت نوع من التعاطف بين المكون السني داخل المجتمع العراقي مع مثل هذا التنظيم وهو من أكثر من جهة يعني هم بقايا من تنظيم القاعدة وأيضا بقايا من المجاهدين أيضا في الشيشان وأيضا قد يكون صحيح أيضا أنهم أيضا بقايا من من الجيش العراقي السابق الذي ينضم إلى مثل هذا التنظيم خصوصا بعد حرب الفلوجة ومعركة الفلوجة مع الجيش الأمريكي بالتالي نجد مثل هذا التمرس حتى في العقيدة العسكرية بالنسبة لمثل هذا التنظيم والسبب الرئيسي المباشر الحقيقة فشل الثورات الربيع العربي أوجد مساحة لظهور مثل هذا الفكر لأن حالة من الأحباط سادت بالنسبة للشباب العربي والمسلم الذي حلم بالديمقراطية وبالحرية وبالتالي وجد في مثل هذا التنظيم المتطرف والفكر المتطرف ساحة يستطيع من خلالها التعبير عن مثل هذه الحالة من الأحباط لكن أنا فعلا في بالي السؤال أنت حين حضرتك ذكرت أنهم من عدة أماكن لكن شلو نقول شون بدأوا شون بدأوا كتكتل أو نقول كجماعة الحقيقة هذه يرجع إلى الأسباب العميقة يعني الصعب أن نقول أن تنظيم الدولة هو ظهر الآن بشكل فجاي تنظيم القاعدة في السابق نرجع إلى فترة الثمانينيات وظهور الثورة الإيرانية وبعد ذلك ظهور حالة من الاصطفاف الطائفي في المنطقة ثم الاحتلال السوفيتي لأفغانستان وبالتالي دعم المجاهدين هناك هذه الحالة أوجدت يعني في السابق في الثمانينيات ما كان يقال لمثل هؤلاء الأفراد اللي كانوا يذهبوا للجهاد متطرفين كان هناك دعم من الأنظمة الموجودة في المنطقة ودعم حتى من ولايات المتحدة بفترة الحرب الباردة ومحاولة احتواء النفوذ الشيوعي لكن أحداث إداعي السبتمبر كانت نقطة فاصلة وبالتالي أصبح الإرهاب بين قوسين توصم به التنظيمات الجهادية السلفية والسنية الأمر ما يتعلق بأنهم من وين ظهروا هو فكر حاوية من الفكر السياسي الإسلامي بالتأكيد هناك فكر جهادي التنظيمات تختلف في تسمياتها لكنها تشترك في فكرة واحدة وهي محاولة إقامة الدولة الإسلامية من خلال إعلان الجهاد الإسلامي جميل جميل هذا يجعلني أسأل سيد محمد استنادين إذا ما قال الدكتور فيصل سيد محمد يعني شنو الفرق بين داعش القاعدة جبهة النصرة فكريا وأيضا عمليا طبعا أبدأ من اللي تفضل فيه الدكتور أنه لم يكن ينظر إليها في فدرة الجهاد في أفغانستان على أنها تنظيمات إرهابية لأنها لم تكن تكفر المجتمعات التي هي منبثقة منها وأيضا الشعب الأفغاني كان عنده قضية عادلة فبالتالي عندما يناصر أحد طرف آخر في قضية عادلة ممكن أن تتفهم الشعوب وكان فيه تعاطف كبير معهم المشكلة بدأت بعد خلوج السوفييت من أفغانستان عندما بدأت هذه الفرق الإسلامية تتناحر فيما بينها فيما تحول إلى حرب أهلية وتقاسم للسلطة وغير من الأمور التي شاهدناها اليوم بعد 11 سبتمبر أصبح هناك تصنيفات طبعا للإرهاب والمكونات الثلاثة القاعدة والنصرة وداعش مصنفة من قبل الأمم المتحدة على أنها تنظيمات إرهابية ومن قبل الولايات المتحدة وبالتالي هي تشترك في هذا التصنيف تصنيف الإرهاب بين قوسين من قبل الأمم المتحدة والجهات كثيرة في المجتمع الدولي لكن الفارق بينها هو أن داعش هي ذات المنسوب الأعلى من التكفير تخيل مثلا أن داعش ذهبت إلى تكفير أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة نفسه بحجة أنه أيد ما يثم بثورات الربيع العربي الذي تحول إلى ربيع الإرهاب للأسف واعتبرت أن وقوفه إلى جانب حكم الأخوان المسلمين في مصر وثورات الربيع العربي لأنه تأيد للديمقراطية وبالنسبة إليهم الديمقراطية هي نوع من الكفر البواح فبالتالي من يؤيدها هو كافر وتم تكفيره يعني عندما تكفر جهة أنت بثقت منها أو تعتنق الكثير من الأفكار المشتركة بينك وبينها هذا يدل إلى أي درجة هم ذهبوا في عملية التكفير فالتصنيف نفسه على المستوى الدولي وعلى المستوى العقوبات لكل من التنظيمات الثلاثة ولكن تعتبر داعش الأعلى من حيث منصوب التكفير سبهة النصرة التي تقاتل في سوريا مثلا بحجة أنها لا تقوم بعمليات إرهابية بالمعنى التي تقوم به داعش ولكن بالنسبة إلى المجتمع الدولي الأمر نفسه كما قلت لك بالنسبة إلى عملية التصفيات وعملية القتل من أجل هدف قيام دولة إسلامية وقيام خلافة والقتل على أساس تكفير الآخر يعني على أساس مذهب ديني أو على أساس مذهب فكري أو أي ايديولوجيا عندما أقتل بإسم الدين أو الأيديولوجيا فهذا يصنب في خانة الإرهاب وبالتالي المعيار ينطبق على كل هذه التنظيمات جميل حلو لكن بنتقل لك دكتور عادل دعونا نركز قليلا بالكويت هل تفكير داعش موجود فعلا بالكويت ومنتشر بين الشباب بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم أولا أنا أبي أقول شغلة أن فكر التطرفي هذا هو ليس جديد على أي أمة من الأمم سواء الإسلامية أو غير الإسلامية وحتى إذا خصصنا الكلام عن العالم الإسلامي هذا الفكر ليس شيء حدث في الوقت الحالم يمكن حتى في المقدمة سيد سامحان ذكر هذا وقال أنه من عهد الخوارج هو ذات الفكر موجود نفس الطريقة يعني مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه كان نابع من ذات الوسائل التفكيرية والحالة النفسية ليس بضرورة نفس القواعد فالنقطة التي ذكرها أيضا الدكتور فيصل مهمة جدا أن داعش يعني العفو إذا تسمحوني أتكلم فكريا قبل أن أتكلم نفسيا يومني مثلا نتكلم عن المعتزلة في التاريخ الإسلامي في قاعدة فكرية ينبعون منها عندهم قواعد للتفكير من أساس هذه القواعد يصلون إلى قواعد معينة يومنيين طالع في مجموعة الأفكار الإسلامية ظهرت هذه القاعدة الداعش الآن ما في قاعدة وحدة للتفكير فبالتالي هم يعني مجموعة يتجمعون داخل مكان واحد ليس بالضرورة كلهم يفكرون بنفس التفكير أو بنفس الطريقة ولا كلهم عندهم نفس الدوافع قد يكون منهم من هو صالح النية موجود بينهم وبينهم من هو أصلا حتى يمكن ما يصلي لكن موجود داخل دوافع معينة هذا يخلينا يومنيين نقول هل هذا الفكر موجود في الكويت مو عيب أن نقول موجود شباب ممكن يستقطبون داخل الكويت نعم لأن الفكر جامع وليس بالضرورة يكون هناك قيادات موجودة داخل الكويت ولكن هناك شباب ممكن يتعاطفون مع الفكرة العامة الموجودة نعم مثل ما حدث في القاعدة مثل ما حدث في يعني يعني اللي قتلوا أو استشهدوا في سوريا في العراق من الشباب الكويتي هناك شباب يتعاطف مدى انتشار هذا التعاطف صعب أن نحن نقدر نحدده لأنه لا يوجد وسيلة أن ندرسها لكن لا نستطيع أن نقول أن الكويت شيء منفصل عن العالم لا تتأثر بما يحدث حوالينا الشباب قابل التأثر خصوصا مع الوسائل التواصل الاجتماعي الحالي والانترنت بالضبط فيعني ما في شك أنه سيكون هناك من هو داخل الكويت وما زال متأثر أو موجود حاليا هناك ومتأثر هذا يجبنا نطلع من الكويت ونذهب مكة المكرمة الدكتور حاتم دكتور هل هذا الفكر أو الأيدولوجية تعتقد لها جذور حقيقية في الإسلام نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إذا أردنا أن لها جذور حقيقية في دين الإسلام لا شك أنها نبتأ مقطوعة تماما عن دين الإسلام الذي هو دين السماحة والرحمة والبعد عن الظلم والأتداء وسفك الدماء فلا أساس لها أبدا في دين الإسلام هي امتداد لفكر الخوارج كما ذكر الزملاء الأخوان الفضلاء الذين معكم في السديو فليس لهم علاقة أبدا بدين الإسلام بمعناها الصحيح لكن هي نبتة كما ذكرت غريبة وشاذة على دين الإسلام وأيضا أؤكد على فكرة سمعتها من بعض الأخوة في الضيوف معكم أيضا أن هذا الفكر أيضا وهذا التطرف موجود في كل الأديان السابقة يعني مثلا النصرانية في عهودها السابقة محاكمة تفتيش القتل بالملايين يعني حصل على يد النصرانية وباسم الكنيسة في أمريكا الجنوبية في أمريكا الشنباء الشمالية في أسبانيا عندما احتل النصارى الأندلوس في الفلبين في أماكن كثيرة جدا حصل أيضا قتل وحرق بالمناسبة حرق للناس أحياء بل حتى حرق للنصارى البخالفين اللهم في المذهب الكاثوليك والبرتستانت والأرثولوكس وغيرهم كانوا يحرقون أحياء باسم النصرانية فليس التطرف هذا خاص بدين الإسلام هو فكر نشاز على الإنسانية عموما وعلى الأديان وبالخصوص على دين الإسلام الذي هو الدين السليم والباقي غير المحرف إلى قيام الساعة ولكن يعني دكتور هل تعتقد بني هذه هي الطريقة المثلة أن نقول لهم يعني حتى أنتو عندكم مثل هذا الموضوع ولا تعتقد أن يجب أن الرد على الغرب بغض النظر نقول لهم أنتو حصل عندكم نفس الشيء نقول لهم ليست لها جذور من الإسلام وأن لأن واحد أثنين ثلاثة والإسلام يدعو ويدعو ويدعو لا شك لا أنا أقصد أنه يعني لا ينبغي التعامل مع قضية التطرف وكأنه من خاصية الدين الإسلامي استغلال الدين لأراء المتطرفة والإرهاب هذا حصل في كل الأديان هذا المقصود وإلا حتى النصرانية اليوم تتبرأ من هذه الأفعال ولا شك أن أي إنسان سوي أصلا يعني حقيقة من أي دين من أي ملة لا بد أن يتبرأ من الأفعال الوحشية هذه التي يقوم بها لأن تعارض الفطرة الإنسانية قبل أن تعارض أي شيء آخر يعني دكتور أيضا سيكون واجب على العلماء المسلمين أن يبينوا من استغلال الخاطر للدين كيف أعد؟ ليس هناك أي جذور من الإسلام ما يقوم به تنظيم داعش أبدا هذا الظلم والاعتداء والفهم الخاطر للإسلام لا شك أنه أجنبي عن الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام وصف الخوارج بأنه مارقة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يعني هذا الوصف النبوي أنهم خارجون عن الإسلام مارقون من الإسلام طبعا لا يقتضي ذلك تكفيرهم لكنهم بعيدون تماما عن الفهم الصحيح للإسلام نعم 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 عفوا لكني لدي نقطة في الفترة الأخيرة لدينا حالة نفسية نعيشها لخارج داعش في المجتمعات الإسلامية أننا نبرق نفسنا أمام الغرب من أفعال داعش وأنا حقيقة يعني أقول أن هذه ردة فعل نفسية نحن لسنا بحاجة لن نبرق نفسنا أمام الغرب نحن حقيقة بحاجة أن نقوم التفكير الإسلامي ونعود فيه إلى منابع صحيحة ونحن بحاجة أن نبرق نفسنا أمام أحد نحن غير مسؤولين عن ما يقع في بعض من الأخطاء نحن نريد أن نحمي نفسنا من هذه الأفكار دكتور عدرحني لهذه النقطة أكيد بسؤالي الحين للدكتور فيصل برايك من يدعم داعش أسكريا وماديا وسياسيا وفي ناس تشتري منهم نافط وتعطيهم إسلاح فأكيد في وراهم أحد لا هو الحقيقة نحن لا نستطيع أن نقول بأن تنظيم الدولة هو صنيعة دول هذا من الصعب أن نثبتها مع أنه وائد من الناس يظنون هذا الظن وراهم بعض من الدول العظمى هو في السياسة الحقيقة نظرية المؤامرة هي أسهل النظريات لتفسير الظواهر غير المنطقية ما يدعو البعض إلى قول مثل هذا الأمر بأن هناك دول تدعم تنظيم الدولة هو حجم الانتصارات التي حققها تنظيم الدولة خلال فترة قصيرة نسبيا لكن في المقابل هناك بالتأكيد دول استفادت من وجود تنظيم الدولة كيف؟ بالتأكيد استفادت وأيضا تنظيم الدولة بالجانب الآخر استفاد من اللاعب على التناقضات الإقليمية الموجودة في المنطقة الجانب الأول أن هناك دول استفادت من تنظيم الدولة بالتأكيد نجد مثلا بأن تركيا مثلا استفادت من وجود تنظيم الدولة في العراق وسوريا من أجل قطع الطريق أمام حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني في تركيا وعدم احتلال الأجزاء الشريطية على الحدود التركية السورية نجد سوريا استفادت من وجود تنظيم الدولة من أجل صبغ الثورة السورية بصبغة طائفية ونوعا ما جهادية ومتطرفة وهناك بعض التقارير التي تقول بأن النظام السوري يشتري النفط من تنظيم الدولة وبالتالي يمولها بطريقة غير مباشرة بالتالي هذا ما أقصده بأن هناك دول استفادت من وضع تنظيم الدولة هذا ما يعتبر دعم دكتور هو دعم غير مباشر أو غير متعمد يعني المقصود بأن تنظيم الدولة ما خلق من جانب هذه الدول في السياسة هناك استفادة من التناقضات ونفس الأمر بالنسبة لتنظيم الدولة بالتأكيد استفاد من التناقضات الموجودة في المنطقة المحور السعودي التركي تجاه المحور الإيراني السوري هذا ما أقصده بأن لكن بالنهاية جميع الدول هذه الدول وهذا الأمر الذي يمكن يقرب الفرقاء جميع هذه الدول تحتاج إلى مواجهة تنظيم الدولة لكن بالنهاية هي استفادات مرحلية يعني دكتور تقول الظروف هي صنعتها لكنها ليست صنعتها بالتأكيد وهي تملك مقومات حقيقية لماذا نقول أن هناك دعم لتنظيم الدولة تنظيم الدولة الآن في العراق وسوريا يمتلك أراضي 200 ألف كيلومتر مربع أكبر من حجم الكويت بأضعاف ويمتلك معدات عسكرية استطاع الاستلاع عليها من العراق ومن سوريا وهذه صناعات عسكرية متطورة ويمتلك بالتأكيد الأموال من خلال الاستلاع على حقول النفط ويمتلك الخبرات العسكرية هناك أكيد عناصر موجودة في تنظيم الدولة متمرسة عسكرية ويمتلك موضوع ثاني يمكن أن يسأل فيه أستاذ محمد كوناي هذا تخصص الإعلام أستاذ محمد هل داعش ناجحة ووائد في رسالتها الإعلامية ماذا تغييمك داعش هدفها الرئيسي من البداية أن تظهر نفسها على أنها السمكة الكبرى التي تريد ابتلاع كل الأسماك طبعا المقصود فيها الأسماك الصغيرة الإسلامية بداية وهو تنظيم يعمل ببراغماتية كبيرة بمعنى أنه مستعد للتعاون مع أي أحد إذا كان الأمر يصب في مصلحاته بالنهاية وهذا الشيء قد يفسر لأننا منشك في عملية من يدعم داعش لأن بعض ما يقومون به يصب في هذا الاتجاه وبعض ما يقومون به يصب في اتجاه آخر فما السبب؟ السبب أنه تنظيم عنده هدف ومن أجل هذا الهدف مستعد أن يقوم بأي شيء على طريقة يعني نوعا ما خلنا نقول العصابات المسلحة أكثر من الحزب المؤدلج الذي عنده أيديولوجيا واضحة وسابتة وبيمشي عليها ولا يحيد عنها طبعا إعلاميا ناجحين لأنه هن مستفيدين من عدة خبرات بالبداية طبعا عسكريا أضيف أنه فيه كثير من حزب البعث في العراق من القيادات الكبيرة التي بعد سقوط النظام انضمت إلى داعش وأكسبته الكثير من الخبرة العسكرية ولعبت دور وعلى فكرة نسبة أكبر من القيادات على المستوى الأعلى في التنظيم هم من العراق حتى بعد دخول سوريا التي دخلها داعش بعد سنتين من الثورة لم يدخلها من البداية وبالتالي انتظر الفترة التي أنهج فيها الجميع واللحظة المناسبة وانقض على الوضع وسيطر هدفه الرئيسي هو تصفيد كل الخصوم الإسلاميين على الساحة بعدة سياسات منها السياسة الإعلامية وهي على أعلى مستوى أولا على المستوى النفسي الإعلام النفسي ثانيا على المستوى التقني هم مزودين بكل التقنيات وطبعا التكنولوجيا تكنولوجيا العصر وهي الانترنت وهذا فادهم فيها كثير القادمين جيوش القادمين من أوروبا ومن الدول الأوروبية تتفق مع ما قال أيضا الدكتور فيصل بأن داعش ليست صناعة نعم هي داعش مستفيدة من جملة ظروف وأيضا أريد أنها تستفيد أكثر لماذا؟ لأن اليوم إلى اليوم بغياب الاستراتيجية الموحدة ضد داعش الدولية هناك عدد دول ليس من مصلحتها أن تنتهي الحرب في سوريا اليوم لأن المشاركين فيها سيذهبون إلى أماكن أخرى اليوم بيقلك أنه ما يجري في اليمن وليبيا هو التخفيف من سوريا بحيث أنه ممكن عدد من هؤلاء أن يتوجد اليوم في داعش بدنا نسمع عن داعش في اليمن وداعش في ليبيا وحتى في عدة مناطق أخرى من العالم فبالتالي اليوم المشكلة أنه الدول أو المجتمع الدولي ليست لديه رؤية واضحة للتعامل معها وكل واحد لا يريد أن يتحمل المهمة الأكبر أو العبء الأكبر مع أن هذا الخطر يتعظم ويتزايد ولننتبه إلى القرار أو السلطات التي طلبها مثلا رئيس أوباما للتدخل ضد التنظيم وطلب فترة ثلاث سنوات يعني ثلاث سنوات يعني أن العملية قد تطول وأنه ليس في الأفق حل ناجع وسريع لهذه المعضلة طيب نحن نأخذ تقرير تذكيري عن الأعمال والجرائم التي قامت فيها داعش خلال فترة أخيرة من خلال هذا التقرير ابقوا معنا جرائم وفضايا وسفك دماء تختلط بالماء والتراب دون رحمة ودون أن يهتزل القتلى طرفة عين بربرية ووحشية تثبت تعطش أفراد هذا التنظيم لسفك دماء الأبرياء دون وجه حقك تصفيات تحت اسم الدين لم ترحم كهلا أو طفلا ولا حتى النساء تحرص هذه الجماعة المتطرفة على ارتكاب جرائمها وتصويرها بتقنيات محترفة من أجل بث الرعب والترهيبة مستخدمة السلاحة والسكينة على مر الجميع بطشا ونحرا لا يعرف زمان ولا مكان دكتور عادل من بعد هذا التقرير تعتقد أن عرض الأعمال الوحشية لداعش هل هو طريقة لجذب الشباب أو يمكن كسب التأييد أو لا يمكن العكس يعني أنا حقيقة من مجموعة ما تفضل فيه الدكتور فيصر والساد كذلك من ناحية الإعلامية هناك قضية مهمة جدا أولا كيف تسوق هذه الأعمال للشباب وكيف تسوق للمجتمع هذا مهم جدا هي لا تسوق على أنها جريمة بقدر ما هي تسوق على أنها عمل جهادي عظيم فهذه نقطة من عملية تسويقها من جهة من جهة أخرى الشباب مثل ما تفضل الدكتور فيصل محبط لمجموعة عوامل ليس فقط لفشل الثورات الرابع العربي كما سميت ولكن هو محبط لمجموعة أشياء قاعدة تحدث أمامه اقتصادية اجتماعية سياسية مجموعة إحباطات موجودة يريد أن يحقق شيء يريد أن يغير هذا الواقع المحبط وفي نفس الوقت هناك تسويق جيد لهذه الأعمال سحيح فأنا حيثا يهمني جدا نحن نحاكم داعش بكل عناصرها أن نفرق بين شيئين مهمين بين قيادة وما بين أتباع الأتباع ليسوا بالضرورة يحملون فكر القيادة وهذه مشكلة كبرى يمكن أن الدكتور يكون أقدر مني في كلام فيها في كل هذه التنظيمات مغرر بهم تعتبرهم دكتور بالضرورة مغرر فيني لكن أنا عندي دوافعي لم أجد أحد يستوعبني وهذه المستعدين يستوعبون حتى لو اختلفنا بالفكر صحيح يعني أنا حيتم مرة كنت أتكلم مع أحد المتواجدين داخل قوانتانامو فقاعد أقول لك كم من الموجودين داخل قوانتانامو منهم يحملون فكر القاعدة أقول لك كم منهم يحمل الفكر الإسلامي الصحيح قال يمكن 60% منهم يصلون بس الباجب لا يصلون وهو معتقل في قوانتانامو التي تعتبر تجميع لمجموعة كبيرة من الناس على أساسه متطرف إنه متطرف وإنه يحمل الفكر الإسلامي الجهادي المتطرف فهذه مرة أخرى يعني الشباب الموجودين داخل هذه المجموعات هذه لهم دوافعهم النفسية لدفعتهم منهم يروحون فالأعمال الوحشية اللي نسميها وحشية لا نشوفها وحشية لم تسوق لعلى الأعمال وحشية وإنما هي سوقت لعلى أنها تطبيق لأحكام شرع الله سبحانه وتعالى سوقت لعلى أنها هذه الصورة لإظهار القوة التي نحتاجها حتى هذا اللي كتب أقول هذه الطريقة في عرض الأعمال ما تكون يمكن لها استفادة ثانية لداعش أنهما مثل نقول نشر الرهبة في قلوب الناس وأننا قوياء وأننا قادرين يعني العفو مثل مثل عرض قوة يعني يعني النقطة المهمة أن داعش هي مو منتظرة تلفزيون الكويت ولا منتظرة تلفزيون المملكة العربية وهم قاعدين ينشرون فهم قاعدين يتحكمون في الرسالة التي تصل ولمن تصل وهذه قضية مهمة يعني أنا أذكر فيه لقاء قديم جدا لأسامة بن لادن يعني ببساطة فكرة كان حاط جداما خريطة فقاعد يقول حاط هرم فقاعد يقول أن المجتمعات الإسلامية تتكون من هذه الفئات العمرية والفئة العمرية الرئيسية هي من 15 إلى 20 سنة وهنا هذه الفئة التي نركز عليها وهذه الفئة التي تمثل قوة العمل الإسلامي موجود يعني اللقاء هذا لأسامة بن لادن فالحين هذه الشغلة حقيقة هي مستمرة الآن مع داعش هي تركز على هذه الفئة من الشباب في حماسة ولا يملك يعني الثقافة الكافية سواء الدينية أو الاجتماعية أو السياسية بالتالي التأثير فيه نفسيا سهل يعني استخدام القرآن والأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهة اللي أنا أبيها أيضا سهل دعني دكتور أفوين أدخل معي دكتور حاتم وأسألة دكتور حاتم يعني داعش استخدمت فتاوى إسلامية لتبرير هذه الوحشية في التمثيل في القتل فهل ترى أنه وظفت توظيف صحيح لهذه الفتاوى فهذه الفتاوى أيضا موجودة يعني قاعد نقرأها بالنيت وما إلى ذلك صحيح أولا حقيقة صحيح أولا الحقيقة يعني داعش لا نعرف في أفرادها أو في أتباعها أو في من يتحدث بلسان المفتي الشرعي فيها شخصا معروفا بالعلم وبالتالي هم عاجزون عن فهم الإسلام فهما صحيحا وعن تطبيق الفتاوى وتنزيلها على الواقع التنزيل الصحيح فهذه أول المشكلة بالنسبة لهم هذا لا يعني أنه تراثنا الإسلامي الاجتهادي ليس فيه أخطاء هناك أخطاء في تراثنا الإسلامي وتحتاج إلى تصحيح لكن المقصود أن داعش غير مؤهل أصلا لا لفهم الصواب ولا لإدراك الخطأ في تراثنا الاجتهادي الإسلامي لأنهم بالفعل أبعد ما يكونوا لا نعرف يعني واحد له مؤلفات له كتب عالم معروف التحق بداعش كلهم عبارة عن كما ذكرتم يعني مجموعة من الشباب حقيقة المتحمس الذي دفعته دوافع سياسية دوافع دينية دوافع طائفية دوافع خاصة شخصية نفسية دكتور حاتم أكيد أنت يعني استمعت إلى فتاوىهم استمعت إلى عندهم حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن إذا قتلت أقتل بما معناه يعني أقتل بشكل يعني أحسن القتلى وما إلى ذلك فأكيد أنت استمعت لهذه الفتاوى فشلون أنت الآن يعني ترد على هذه الفتاوى أيضا بالحجة الإسلامية حقيقة يعني أبدا المسألة سهلة الله يسلمك يعني مثل ما ذكرت لك هما بعيدين تماما عن حقيقة الإسلام الفتاوى التي يحتجون بها في فتاوى لبعض علماء المسلمين خاطئة يحتجون بها يعني قضايا التكفير الخاطئة ليسوا هم أول من استنبتها أو قالها أو استخرجها هي موجودة في بعض تراثنا الإسلامي المكتوب وهي خاطئة ولا شك وينبغي على العلماء أن يصرحوا بخطأ هذا التكفير الخاطئ الموجود في تراثنا لكن أما سدالاتهم بالكتاب والسنة فنشك أنها باطن يعني الحديث الذي ذكرته هل دكتور محمد العلماء الإسلام حاليين عدم تخطي هذه التراث اللي سميت الخاطئ قبل ما يستفح الأمر يعني الفترة الماضية ما قاعد نشوف ما قاعد تخطئ لكن بعد ما وقع الفاس بالرأس الآن قاعد نسمع أن هذه الأمور كانت خاطئة الحقيقة أن هذا خطأ أنا أعترف أنه فيه تقصير يعني هذا لا يعني أنه ما فيه تنبيه من السابق كان موجود تنبيه من السابق لكن أصوات ضعيفة ومتناثرة ولم يصلت إليها الإعلام لأنه بالفعل كان الواقع ما يدعو لإظهارها أو إبرازها وهناك أيضا تقصير بالفعل موجود في إبراز هذه القضية يعني أيضا يدعو إليه قضية التعصب لبعض المدارس والمذاهب الإسلامية قلة الوعي الإسلامي وقدرة على التجديد والاجتهاد أيضا في الفقه الإسلامي هذه كلها دوافع كانت مانعة من التصريح ووجود مثل هذه الأخطاء لكن الآن ولا شك بل يعني أنا أخش أنه الآن يعني أصبحنا متأخرين حتى عن فكرة التجديد لكن هي لابد والتصحيح لكن هي على كل حال حقيقة لابد من مواجهتها ولابد من التصريح بوجود هذه الأخطاء ومن بذكرها بأصحابها وبأسمائها الحقيقية وذكر الوجه الخطأ فيها والاستدلال عليه يعني نحن نعرف أن كثير من أبناء المسلمين مأخوذون بالاستدلال بالكتاب والسنة مثل ما ذكرتني الآن سابقا بعض الشباب يسمعون بعض الفتاة والمضللة فيها استدلال بآية أو بحديث فيندفع مباشرة باعتبار أنه سمع آية أو حديث كأنها تدل على الفكرة التي ذكرت فيها فإذا أردنا أن نبين أخطاء التصور الإسلامي عند داعش وأمثالها فلابد حقيقة من أن تكون هناك مواجهة قوية وصارمة وجماعية إن صح التعبير يعني من جهات عديدة ومن أصوات عديدة من العلماء العالم الإسلامي في مناقشة الأفكار الخاطئة التي بنيت عليها داعش الأفكار الدينية ما دامنا نحن نتكلم عن الأفكار الدينية وإن كان هناك دوافع أخرى عديدة بالفعل يعني الدوافع السياسية الواقع الإسلامي الضوء ونحن نتكلم دكتور حاتم أيضا عن طريقة كل هذه أسباب أيضا لتطرف معالجة هذا الموضوع أرجو أن تبقى معي دكتور حاتم ننتقل الدكتور فيصل دكتور شنرايك بالحملة العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة على داعش هل تشوفها فعلا جدية ومؤثرة هي جدية لكن السؤال هل هي مؤثرة أم لا يعني بالتأكيد هناك جدية من قبل الإدارة أوباما لمواجهة مثل هذا التنظيم لأن ليس من مصلحة الإدارة الأمريكية خروج مرة أخرى تنظيم بحجم تنظيم الدولة لأن لازم نعرف بأن إدارة أوباما التزمت بالانسحاب العسكري من العراق وأيضا كان هناك تفكير بتقليل الالتزامات الموجودة في المنطقة لكن بعد الانسحاب الأمريكي من العراق وبعد هذا التدريب للجيش العراقي والمفاجأ التي حصلت في صيف 2014 بانسحاب الجيش العراقي بهذه السهولة أمام تنظيم الدولة الآن أجبرت الولايات المتحدة مرة أخرى على العودة مرة أخرى إلى المنطقة وهناك الآن حديث عن حتى تواجد قوات برية في المنطقة تنطلق من الكويت لمواجهة مثل هذا التنظيم الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة هي متعمدة الولايات المتحدة أن تكون من دول عربية بين قوسين السنية متعمدة لا تشرك إيران في مثل هذه الحملة العسكرية رغم موجود تنسيق بالتأكيد سياسي وعسكري بين الولايات المتحدة وإيران على أرض الواقع في مواجهة مثل هذا التنظيم بالتالي أنا أعرف الوقت قصير بالنسبة للإجابة لكن بشكل مباشر نعم هناك جدية لكن التأثير بالتأكيد الحملات العسكرية والضربات الجوية من الواضح بأنها لن تؤتي ثمارها بالنسبة لمواجهة مثل هذا التنظيم بس دكتور لم نسمع أن الواضح تفكر تطور هذه كانها مكتفية بهذه النتائج وأنها لم تكن مؤثرة جدية ولكن شايف أنها غير مؤثرة ولكن لم تكن تعلن أن هذه ضربات غير مؤثرة فأفكر بطريقة مؤثرة لا بالتأكيد كان فيه إعلان بالتأكيد رئيس أوباما نفسه أعلن في برنامج 60 منت بأن وكالة المخابرات المركزية لم تدرك القوة الحقيقية بالنسبة لتنظيم الدولة وبالفعل هناك الآن تفكير بالنسبة لإدارة أوباما أن تطور مثل هذه الحملة العسكرية لمواجهة تنظيم الدولة لكن الجدية الواضحة بأن المؤشرات تتبين أن هناك جدية الولايات المتحدة لا تريد مرة أخرى أن يكون هناك التزام مباشر تريد مواجهة بتنظيم الدولة عن طريق الوكلاء الوكلاء الموجودين في المنطقة أقصد الدول لكن ما تلاحظه الولايات المتحدة بأن هناك تناقضات إقليمية بين السعودية كلاعبي رئيسيين أتكلم السعودية وتركيا وإيران هناك تناقضات إقليمية وكل طرف من هذه الأطراف يريد فرض شروطها على الولايات المتحدة السعودية استطاعت فرض شروطها على الولايات المتحدة بإخراج المالكي من رئاسة الحكومة إيران نفس الأمر استطاعت فرض شروطها ببصط نفوذها على العراق والآن موجودين الحرس الثوري في إيران لمواجهة تنظيم الدولة الآن اللي يقود العمليات العسكرية السليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري هذا مصنف على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة فالولايات المتحدة تعلم بأن إيران موجودة في العراق بسطة نفوذها في المنطقة لكن لا تريد مرة أخرى التواجد بشكل مباشر لمواجهة مثل هذا التوظيم حلو طبعا مشاهدين مكملين معكم الحلقة الخاصة عن داعش لكن لدينا حاليا تقرير عن الطيار مع ذلك ساسبة دعونا نشوفها مع بعض معاذ الكساسبة عاد إلى السماء يلقى ربا يمهل ولا يهمل شهيدا ارتقى إلى العلا ليهوي أصحاب النار إلى جحيم الإنهيار الأخلاقي معاذ الكساسبة لم يمت لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزاقون معاذ الكساسبة كسب المعركة حتى ولو احترق فؤاد أمه وأبيه وعائلته التي كانت تأويه بات رمزا لأغلبية ترفض الاستسلام لمنطق الترهيب لأغلبية تبدو هذه أصامتة ولكن إلى حين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي هذه اللحظات الصعبة فإن من واجب جميع أبناء وبنات الوطن الوقوف صفا واحدا ترجمة نانسي قنقر أستمر معكم مشاهل الكرام وضيوفي في الاستوديو الدكتور عايد الزايد أيضا الدكتور فيصل بسليب وأستاذ محمد الحسيني وأيضا ضيفي في مكة المكرمة الدكتور حاتم العوني ولكن أنا أنتقل لأستاذ محمد سيد محمد يعني رقم هذه الحملة الأمريكية الجدية نشوف أن داعش قاعد تتمدد عراق ثم ليبيا يعني مصر الشام وين بتروح مستقبلا ما ندري فشلون هذا التمدد رقم هذه الضربة اليوم بالرغم من التكليف اللي أعطي للرئيس أوباما في خلاف داخل الولايات المتحدة بين طيارين متناقضين يعني طيار يرى أن ما تم اتخاذه لا يكفي وبيقول أنه بالرغم من الالتزام بعدم العودة إلى الانغماس مجددا في ملفات الشرق الأوسط عسكريا ينبغي ومن أجل الأمن القومي الأمريكي والأمن العالمي أن ندخل وأن أوروبا معنية اليوم بالموضوع لأن عملية المشاركين الأوروبيين في القتال تشكل خطر على المدر المتوسط والبعيد وفي طرف آخر يقول أن لا نحن الأفضل أن نتريس وأن نعتمد على الوكلة أو الشركة مثل ما تفضل الدكتور في الواقع اليوم مما لا شك فيه أن العملية تحتاج إلى جهد بري وليس فقط الاكتفاء بغارات جوية اليوم هناك حديث أنه هناك تدريب لبعض القوات للمواجهة لكن برأيي أن العملية باختصار أنه لا يوجد قرار دولي موحد تجاه الموضوع ويوجد تأجيل من كل الأطراف المعنيين لرؤية من يمكن أن يتحمل المسؤولية أو الجزء الأكبر في الموضوع طبعا من نسبة إلى مجرى مع الطيار الشهيد الكساسبة كان أمر مؤسف هو صح حادث فردي لكن كان بحجم العالم وأن ترى مشهد بهذا الهول يمكن أن نشعر وكأن العالم يحترق بمبادئه وإنسانيته يعني هو أحراق شخص ولكن عمليا كان أحراق للإنسانية أحراق للضمير العالمي فليس غريب أنه كان نشوف من الناحية الإعلامية هذا التعاطف الكبير بالموضوع هنا أعود إلى مبدأ أن الإعلام يقوم على ثلاث أمور الكلمة والصورة والصوت وداعش واضح أنهم فهمون الموضوع بشكل يعني على أعلى درجة من الحرافية وعم يشتغلوا على ثلاث مواضيع في رسائلهم التي يبسوها إلى المجتمعات اليوم المشكلة ليست في أن نحن لا نصدق لهم الإعلام يتصدى ويظهر حجم الموضوع فأعتقد كان هناك تضامن عالمي بالإعلام مع الكساسبة وأيضا مع الشهداء الذين وقعوا للأسف والضحايا الأبرياء في ليبيا المصريين الأقباط ولكن المشكلة أنه يوجد طرف ثالث هو بالأصل يتحين أي فرصة للإنقضاد على الإسلام وتشويه صورة الإسلام هذا الطرف موجود وله وسائل الإعلام حول العالم هو لا يقوم بذلك محبة بداعش ولكن هو أمامه فرصة اليوم لاستغلال الوضع وتصوير وكأن المسلمين هم المشاركين في العمل ونشر الخوف من الإسلام والإسلاموفوبيا فبرأيي هذا الموضوع باختصار أفضل أستاذ إسلام هناك نقطة مهمة سؤال حضرتك هل ضربة هذه مؤثرة وجدية لإنهاء تنظيم الدولة الإسلامية داعش أم لا أنا حقيقة لست سياسيا ولست عسكريا حتى أستطيع أن أقولها لكن سأفترض وانطلاقا من قول الدكتور إنها بالفعل جدية وبالتالي إنها كذلك مؤثرة و ستدمر تنظيم داعش تماما في العراق وفي الشام وفي ليبيا وفي كل مكان سيتدمر هذا هل هذا التدمير العسكري سينتج عنه يعني توقيف لهذا النوع من الفكر لكي لا يفرخ تنظيمات أخرى قادمة القاعدة دمرت عسكريا بحملة جدية ومؤثرة في أفغانستان ولكن بعد سنوات قليلة إذا ما كان في نفس الوقت اللي كانت تدمر في القاعدة كانت تظهر داعش في مكان آخر وكانت تنولد بالعدالة حقيقة لا نحتاج إليه الآن هو يعني إعادة الثقة داخل نفوس الشباب في يعني دولهم ومشايخهم وعلماءهم هذه الثقة هي المدمرة ويعني مثل ما قالتا وشيخنا قاعد يقول أستطيع أن أثق فيما يقدم لي من فتوى لكن بالنسبة للشباب هذين الصغار أو يعني الاتهام جاهز لمن هم في مقام الدكتور حاتم أي يقول لهذا شيخ سلطة زين من علماء الملوك والحكام انتهت القضية كل ما يتكلم بعد ذلك يعني الدكتور حاتم لن يصل إلى هؤلاء الشباب لأن أنا الجهة التي أستقطب هؤلاء الشباب التهمة عندي جاهزة لهذه الكلمات وهذه الكلمات مؤثرة نفسيا بشكل مباشر لذلك حقيقة قبل يعني في حملة عسكرية قائمة ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أنها تقلل من خطر الموجود لهذه الجماعات لكن نحن حقيقة نحتاج إلى حملة جدية ومؤثرة لإعادة الثقة داخل الشباب محبط الشباب يشعر بأن يعني هو غير قادر على الإنجاز المستقبل لكثير من الشباب يعني ضبابي وهذه الأشياء التي نحتاج نعمل عليها حتى يستطيع الشباب هذا أن يقتنع بكلام الدكتور حاتم ومن هم في مقام يقتنع بالإعلام الحقيقية يقتنع بالتحليلات الحقيقية السياسية ونبدأ اليوم يوم أنا أمام هؤلاء الشباب ويرى الوضع الإنساني الذي حادث في سوريا للنساء والأطفال والقتل يحدث للأبرياء من الناس بعدين وما يرى أحد يقوم بأي عمل لإنقاذ هؤلاء الناس ويرى داعش موجودة في الساحة وتجاهد من أجل يعني الدعاية التي تقدمها من أجل إنقاذ هؤلاء الناس المسلمين طيب أنا كيف أقول لا تصدق داعش طيب وأنا مو قاعد أقدم شيء في المقابل يقنع فيني فهذه النقطة حقيقة لنحنا نحتاج أن نركز عليها قد تنتهي داعش عسكريا ولكن لن ينتهي الفكر طول ما إحنا لم نعالج الخلل الموجود نسأل دكتور حاتم في الموضوع دكتور حاتم يعني إن كانت يعني قيادة داعش أو الشباب المنظوية يعني تحت لواءهم ينظرون مع احترامي لك دكتور يعني لحضرتك أو يعني لباقي المشايخ الدين نحن نقدرهم إنه مفتي سلطة إنه الفتاوى مالتها هي تأتي بتحت أمر السلطة تتغلبون على هذه التهمة وتحاولون أيضا ترجعون هؤلاء الشباب إلى صوابهم صحيح الحقيقة المشكلة معقدة مثل ما تفضل الزملاء عندك في الإستديو يعني حتى في المواجهة التي ذكرتمها الآن في سؤالك لو وجهت لبعض الزملاء حول جدول المواجهة العسكرية التي يقوم بها التحالف بقيادة أمريكا وحلفائها في المنطقة ضد داعش عندما نعرف أنه من أسباب التطرف هو الموقف الأمريكي مثلا في دعم إسرائيل هو الموقف الغربي في دعم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هذا من أسباب الغلو والتطرف أيضا في المنطقة فكيف يمكن لأمريكا أن تحارب التطرف من جذوره والغرب من جذوره وهم أحد صانعي أسبابه أصلا كذلك الطائفية يعني مثلا غلات الشيعة في إيران في هذه الحركات الجهادية مثل داعش والقاعدة وغيرها هم أيضا ممن يصنعون التطرف وهناك جهات علمية وهناك جهات إقليمية ربما رسمية وغير رسمية ربما دعمت بعض هذه الجهات فبعض من يحارب التطرف الآن هو أصلا ممن صنع بعض أسبابه إن صح التعبير فهذا أحد وجوه المعقدة في القضية في الحقيقة فإذا أردنا معالجة القضية نحتاج معالجة أسبابها من الجذور ولا يمكن مجرد ضرب تنظيم معين نتصور من خلال ستنتهي القضية مثل ما ذكر إخوان ممكن يقضون على جماعة لكن تنبت لنا جماعة أخرى في نفس المكان أو في أماكن أخرى الأمر الآخر بالنسبة لسؤالك في الحقيقة هي في الحقيقة تهم قديمة يعني علي بن أبي طالب أيضا عندما قتل رضي الله عنه من الخوارج قتل بنفس هذه الدعوة بدعوة أنه كفر وأنه خالف حكم الله عندما رفعوا القرآن وأمروا أو طلبوا بتحكيم شرع الله عز وجل وقالوا الكلمة المشهورة الحكم لله فقال علي بن أبي طالب الكلمة المشهورة أيضا الصحيحة الثابتة عنه قال الكلمة حق أريد بها باطل أيضا الحقيقة قضية الحريات عندما يكون هناك حريات مكفولة للعلماء في بلدانهم لقول الحق وانتقاد حتى الدول وبيان أخطائها وبيان الطريقة الصحيحة تصحيح الخطاء هذه من الأسباب الأشياء التي تجعل للعلماء مصداقية لكن عندما يكون العالم عاجز عن أن يذكر الأخطاء الموجودة في الدولة التي يعيش فيها لأنه أيضا هو يخشى من العقوبة من هذه الدول بسبب فقدان الحريات هذا لا شك سيمهد الطريق لشباب وإنما سيدعون أنهم علماء وإنما إذا العالم إذا العالم عاجز في دولته بأن يقر بالأخطاء إذا أصبح ضمنيا هو الآن مفتي السلطة هو لا شك أننا لا يجب نعترف حتى أنت وأنا والمثقف حتى عموم المثقفين نحن لسنا في عموم العالم العربي لسنا في دول تعطوا حريات بصورة كاملة في عندنا قصور كبير في قضية التعبير والحريات وبالتالي الجميع يشكوا من هذا الأمر هذا ليست يعني ما هو أمر سر هذا أمر واضح وليست يطيع أحد يكابر فيه فالمقصود أنه إعطاء الحريات بالطريقة الصحيحة لأهل العلم والحكمة الذين يعرفون كيف يعالجون هذه الأخطاء هو المشكلة ليس في ذكر الخطأ الحكومات تقر بوجود بعض الأخطاء لكنها تخشى من أنه تذكر هذه الأخطاء ولا تذكر وسائل تصحيحها الصحيحة السلمية الجيدة فيتصورون أنه ذكرت الأخطاء سيكون ذلك داعي لإثارة الفوضى والثورات وما إلى ذلك لكن هي لو ترك الأمر لأهل الحكمة والعلم أعطى هذا ولا شك سيعطي هذا للعلماء مصداقية عند هؤلاء الشباب ويعرفون أنهم أناس يريدون أن يصححوا أوضاع بلدانهم ويصححوا الفكر الديني والواقع السياسي والواقع الاجتماعي من خلال الدين الذي هو ولا شك غطاء لجميع هذه الأشياء نعم طيب باختصار شديد دكتور حاتم ولو أني أنا تقريبا مستشرف يعني الإجابة منك لكن هل القتال مع داعش شنو حكمه هل يعتبرون شهداء أيضا قتلاهم أم لا لا شك أعوذ بالله يعني نحن التصنيف الصحيح لداعش أنهم امتداد الخوارج وما دام أنهم امتداد الخوارج فلا هم جماعة باغية معتدية ظالمة مجرمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن قتلاهم يقول عن قتل الخوارج الذين داعش امتداد لهم قال شر قتلى تحت أديم السماء فكيف يكون شر قتلى تحت أديم السماء يعني من المسلمين أنهم شهداء هؤلاء عصابة إجرامية وقتلاهم ليسوا شهداء وأبعد ما يكونوا عن ذلك نعم شكرا دكتور بغاما أي دكتور فيصل قبل شوي ذكرت أن هناك مستفيدين من وجود داعش ذكرت تركيا ذكرت سوريا تبيضيف عليهم أحد ولا لا سوريا وتركيا قلت في مستفيدين قلت من وجود داعش قبل شوي أنت ذكرت هذا الأمر استفادتهم هل تعتقد راح تطول من وجود داعش في المنطقة أو تعطيها عمر أكثر بالتأكيد حتى التردد الأمريكي بالتعامل مع هذه الأزمة بالتأكيد يعطي فرصة بالنسبة لللاعبين الرئيسيين هو صراع نفوذ في المنطقة هو حرب باردة بين اللاعبين الرئيسيين سواء كان المملكة أو إيران أو تركيا بالتالي سوريا أو سوريا والعراق أصبحت ساحة صراع نفوذ بين هؤلاء اللاعبين الرئيسيين بس المستفيدين أنا أقول من وجود هذا التنظيم هم المستفيدين ومتضررين بنفس الوقت يعني اللي أقصد الاستفادة ما أقصد أنهم يتعمدون إطالة أمد وجوده بالتأكيد أكبر المستفيدين هو النظام السوري اللي يعتقد بأن وجود مثل هذا التنظيم سوف يعطي تصور بالنسبة للمجتمع الدولي بأن المتطرفين أو التنظيم المتطرف أو البديل بالنسبة له هو تنظيم الدولة حلو لكن هذا نقول هذه الاستفادة هل راح تطول من عمر داعش أو ممكن تعتبر يعني محافظة على داعش ودعم لها هو من أهم مقومات التنظيم الدولة مثل ما ذكرت أنا قبل شوية يعني إحنا لو بنقارن بين التنظيمات المتطرفة السابقة وتنظيم الدولة الحالي نجد بأن يملك مقوم رئيسي ما كانوا يملكون التنظيمات السابقة مثلا لو بنقارن بينه وبين تنظيم القاعدة نجد بأن تنظيم القاعدة كان يستضاف في بيئات حاضنة يعني مثلا نشوف أسامة بن لادن كان موجود في السودان أخرج ذهب إلى أفغانستان يحكمها نظام طالبان لكن لأول مرة يكون هناك تنظيم هو يمتلك الأرض يعني هو مسيطر الآن مسيطر صحيح وبالتالي هو يملك الآن أصبح هو لاعب رئيسي حتى في الصراع الذي موجود يستفيد يلعب على التناقضات لكن هو أصبح لاعب رئيسي الوجود هذا المقوم الرئيسي بالتأكيد سيكون عنصر قوة وعام القوة بالنسبة لمثل هذا التنظيم لكن يقصد بالنسبة لللاعبين الرئيسي أنهم مستفيدين لا أقصد بأنهم يتعمدون إطالة أمد هذا التنظيم وخصوصا المملكة وتركيا لكنهم يستفيدون من نتائج مرحلية لكن بالتأكيد هم متضررين بالتأكيد المملكة العربية السعودية متضررة من مثل هذا الفكر الموجود وبالتأكيد يا أكبر المتضررين لأن الآن تنظيم الدولة على حدود المملكة العربية السعودية ونفس الأمر بالنسبة لتركيا ووجود مثل هذا الفكر المتطرف قد تكون الاستفادة من مسألة الأكراد الموجودين أو حزب العمال الكردستاني لكن بالتأكيد هناك هناك ضرر بالنسبة أيضا للجانب التركي لأن وجود مثل هذا التنظيم يؤخر من سقوط النظام السوري وهناك رغبة من الجانب التركي والجانب السعودي بالتأكيد بإسقاط النظام السوري وإضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة لكن أيضا هذا النفوذ وهذا الانتدار لداعش خليني يمكن أن أسأل يعني أستاذ محمد قبل أن أسألك لكن أيضا موضوع تعاطي الإعلام الخارجي مع داعش لكن أبدا تغلي موضوع أيضا آخر قول إجابتك وهو داعش لم تكتفي أيضا بإرسال رسائل تهديداتها لم تكتفي بإيصال جرائمها وإنما أيضا عمدت خلال فتر أخيرة بإرسال رسائل كيف تبدو حياة داعش كيف يومياتهم وتبيان أكيد رسالة معينة بنشوفها وشي من خلال هذا التغرير ومن ثم رح نعلق عليه لماذا يعني نقلت هذه الصورة نشوف هذا التغرير داعش كلمة أصبحت بمثابة عنوان لفيلم من أفلام الرعو السينمائي فمنذ تذكر هذا الإسم يأخذك خيالك للقتل للحرق للدمار لقلب لا يعرف الرحمة ولكن الكل يتشوق لمعرفة ما وراء هذا الإسم وما هي أبعاده النفسية فإحنا من أسباب إقامة الخلافة على منهج النبوة وأهم شر لإقامة الخلافة على منهج النبوة هو الأمر بالمعروف والنهي عن الممكن هذا الفيلم يعيش أبطاله حياة طبيعية بعيدة كل البعد عن أبعاد الإجرام والبطش والقتل فهم فيما بينهم يعرفون الرحمة والحب لا تشرب تشرب شيخ؟ لا أنا دمو على جنب كل ما يبشر حدا ولا يبخر حدا للأطفال نصيب جيد في حياتهم فقد تجرد الطفل من عنوينه الطفولية فبدلا من أن يكون مستقبله طبيبا مهندسا أو أي شيء نافع للبشرية أصبح يزرع فيه كل وسائل الإجرام والعم أنت تحب ترجع بالجيكا؟ لماذا؟ ماذا يوجد هناك؟ كفر وهنا ماذا يوجد هنا؟ دولة الإسلام أحب دولة الإسلام؟ أكيد بعد رمضان أحب أن أصير بدولة الإسلام في العراق والشام وأغطير معهم نحن يحبون أن يقاتلون المرتدين والكفران سياستهم فيما بينهم إبداء النصيحة للناس بلسان الأخوية والحب وهذا من أساسيات نظام التسويق لهذا النظام خلقوا لأنفسهم دينا بعيدا تماما عن ما يحمله اسم الدولة أو كما يدعون دولة الإسلام فجعلوا لهم محاكم خاصة تحكم بقوانينهم فقط وهذه القوانين المجردة من الدين الإسلامي جاء النصارى يطلبون هذا العهد ويطلبون هذا العقد واجتمعنا معهم وكان ممثلا هناك يحضر عن الخليفة البغدادي وإذا بهم قال نعرض عليكم الإسلام فإن لم تقبلوا فإننا نعرض عليكم الجزية التي أمر بها القرآن فإن لم تقبلوا فليس بيننا وبينكم إلا القتل والقتال والله الذي لا إله إلا هو لا يقام شرع الله إلا بالسلاح إلا بالسلاح لأوقات المرح لديهم أهمية يعلنون من خلالها ولادة قصة إجرام جديدة متخفية بصورة الحب والفرح والإنشاد خلينا أولادنا وخلينا المرأة الجميلة وسلمنا فيها وجينا الأرض العزة والجهاد والراحة النفسانية مئة في المئة أكبر يدي ولا يدي أطولي هذا؟ من أطول يديهم؟ طيب صراحة بصراحة أطول أنا ولا هو؟ طيب ما أطلعكم السابقة أطول أنا ولا هو؟ رق لنصرة هذه الدولة وإني أقول للعدو والمنافقين إن هذه الدولة باقية غصباً عن المنافقين داعش منتج جديد ظهر بقوة في الساحة ولكن كما ختم عليه تاريخ بداية ختم عليه بتاريخ نهاية إذن هذه أيضاً حياة داعش وأنا قبل أن أنتغل لهذا التغرير كنت بس أستاذ محمد يعني وسائل الإعلام الآن الخارجية الدولية العربية الإسلامية نقلت جرائم داعش نقلت تهديات داعش وأيضاً نقلت حياة داعش فمشلون قاعد ساهم وسائل الإعلام هذه في الترويج لفكر داعش اللي قد يكون غير مقصودة غير مباشر طبعاً باختصار يعني في علم الإعلام يوجد أربع مراحل مرحلة إنتاج المعلومة أو الحصول عليها مرحلة تحميلها في صحيفة أو تلفزيون أو راديو مرحلة توزيعة وردة الفعل ردة الفعل هي المرحلة الرابعة والأهم واللي هون يدخل كل التركيز عليها إذا أنت أعلام موجهة أو أعلام حر وموضوعي إذا أنت أعلام موجهة فمعنات أنت في المرحلة الرابعة بانتظار ردة الفعل ستفتع الأمور معينة تقود باتجاه ردة فعل معينة للتأثير على الجمهور طبعاً الإعلام في العالم ينقسم مثل ما قلت لك في وسائل الإعلام تريد أن تروج لداعش بهدف الإساءة للإسلام ورصورة الإسلام وليس محبة في داعش وفيه جزء من الإعلام مؤيد لهم وهم يعملون لأنه مثل ما قلنا في كثير من الخبراء في المجال الإعلام نضموا لهم وعم يشتغلوا معاهم أنا بالمناسبة بما أنه نحكي عن داعش في كتاب مهم جداً صدر ويدرس في جامعات أوروبا لأمين معلوف وهو الهويات القاتلة الهويات القاتلة يخبرنا لماذا نقتل باسم الهوية وعلى فكرة هذا الكتاب عمل قبل ظهور داعش وقبل حتى ثورات الربيع العربي عندما نغوص في هذا الكتاب ونرى سنفهم الكثير من الأمور عنهم وعن الطريقة التي يعملوا فيها والطريقة أيضاً التي يجب أن نتبعها على الأقل من منظور علم الاجتماع لمواجهة هذا الظاهر الخطير فالإعلام مثل ما قلت لك أحياناً قد يخطئ في عملية الترويج أو تلميع الصورة لكن بالأساس أعتقد أنه اليوم أيضاً في مقابل هذه المجموعات المتطرفة ليس فقط في الشرق الأوسط موجودة اليوم في نيجيريا تدور حرب كبيرة على الحدود بين تشاد ونيجيريا وتوجد مجموعة بوكو حرام ولكن الألمش مصلت عليها الضوء لأن الكل منشغل في داعش يوجد أيضاً قضية إسلامية تانية نحن دايماً نحكي عنها بالأنباء زميلنا الأستاذ يوسف عبد الرحمن يسيرة قضية روهانجيا الأمم المتحدة في تقاريرها تقول أنهم الجماعة الأكثر اتهاضاً في العالم أكثر من الناس المضطهدين حتى في الشرق الأوسط ولكن لا أحد يتحدث عنهم السبب السبب أنه لا يوجد الاهتمام الأعلامي الكافي معنات أن وسائل الأعلام لا تريد توجيه الضوء عليهم أو مساندتهم دكتور عادل من خلال متابعتنا للأخبار لاحظنا انضمام يمكن مئات من الأوروبيين طبعاً أوروبيين لا لهم أي أصول إسلامية ولا عربية أوروبيين يمكن نقول أوروبي بحت بالضبط يعني ينضمون لداعش والأغرب أن يكونون دائماً نايس يعني كايند لطفاء ويعني ما عندهم تطرف أو شي فشلوا فعلاً يمكن نقول أن السبب الرئيسي الذي يجعلهم ينضمون لتنظيم مثل داعش نعم سؤال ممتاز ومهم جداً حقيقة من فترة التقيت بشخص كان يعني من القيادات القريبة داخل القاعدة اليوم هو خارج هذه التنظيمات فكنت أسئله فكنت أقول له يعني كيف تصف الوضع في أفغانستان عندما كان طلبان والقاعدة موجودين متأخين قريبين من بعض كانت الأمور هادية فسكت وهو بعيد الآن عن هذه المنظومة تماماً ويعيش في هدوء ويعني شغال في التجارة فسكت وقال حقيقة كنت أستشعر أحياناً نحن عايشين في عهد الصحابة هكذا مثل ما يعني شفنا في التقرير اللي أنت ونشرتوه في جوانب أخرى موجودة داخل في الحياة اليومية قد يعني تهيج مشاعر عند بعض الناس تخليه يروح يبحث عنها وفي نفس الوقت في قضية عاطفية صعبة التعامل معها من فترة كنت في الولايات المتحدة الأمريكية فأحد الناس في العمل السياسي فسألني قال لي شنو وجهة نظركم في الكويت عن داعش أنا ما أقدر أجاوب عن الكويت يعني أنا أقدر أجاوب عن نفسي قال لي شنو وجهة نظرك عن داعش قلت له ما أتمنى أنهم ينتصرون ولا أتمنى الأمريكان ينتصرون عليهم يعني في جانب عاطفي صعب أنك أنت تتعامل معه هل أوروبي هذا اللي توا أسلم يعني ويحمل الهم الكبير اللي داخله بالتكفير عن سنوات طويلة كما يعني سوق لا أو كما قيل لا من الكفر ولا يجد طريقة سهلة للتخلص لأن ما في من يعبي بالثقافة الصحيحة بعضهم ملكل أن كيف أتخلص من سنوات الكفر هذه القديمة والذنوب اللي أنا مريت فيها في إحساس بالذنب داخلي كبير جدا فأبي أتخلص من إحساس الذنب هذا بسرعة بجانب وجود يعني حقيقة تضييق على الصورة الإسلامية في أوروبا في الفترة الأخيرة منذ 11 من سبتمبر ما في سهولة في إظهار هوية الإسلامية كما كان في السابق كل هالأمور هذه تستجعي أني أنا يعني أقاوم الكفر منظومة الكفر العالمية ويعني أروح لمكان أستطيع من خلاله أواجه الكفر وأنشر الإيمان وأيضا في منظومة إعلامية تقول أن هذا جهات في سبيل الله يعني هي مجموعة قضايا في عاطفة داخلي في أشياء خاصة فيني أنا كشخص أعيش في مكان معين في نفس الوقت في أشياء أخرى محيطة أبي أعيش حياة الصحابة هذه اللي أسمع عنها اللي ممكن أهم يوفرون لي إياها كل هذه القضايا تستدعي يعني قد تكون مسببات لخروج هؤلاء الشباب من يعني دولهم إلى الانضمام هذه الجماعات نقطة مهمة يعني يمكن ذكرتها مرتين في بداية الحديث وأكرر عليها مرة ثانية لابد أن نفرق ما بين قيادة هذه التنظيمات والأتباع ترى شيئين منفصلين تماما جبل جبل لكن الآن يعني أرد أيضا دكتور حاتم دكتور حاتم يعني بعد ما قيل من أسباب الآن لحد الآن في حلقتنا يعني ضيوفي الأفاضل يعني ذكر البداية بأن أيضا جانب كبير من أسباب انضمامها الشباب لداعش هو أسباب سياسية الربيع العربي الأرض الخصبة وأيضا أن دخلت أسباب دينية مثل ما ذكر الدكتور أن هناك من يعتقد بأنها يعيش حياة الصحابة وما إلى ذلك أنت تنظر لها دكتور حاتم الأسباب سياسية أم دينية السؤال الأخير الله يسلمك كلمة الأخيرة هل هي أسباب سياسية أم دينية انضمام الشباب تحت لواء داعش لا نعتبرها كلها حقيقة كلها أسباب حقيقية الأسباب السياسية ذكرت في حلقة اليوم والأسباب أيضا الدينية والاجتماعية والخاصة الشعور بالمظلومية كلها أسباب حقيقية حقيقة للانضمام لداعش كلها اشتركت في هذا الخليط العجيب اشترك في إخراج هذا التنظيم وهذا الفكر الموجود على أرض الواقع نعم ليس سببا واحدا وليس الديني فقط الديني أحد الأسباب إذن من ضمن أن الدين أحد الأسباب دكتور حاتم هل تعتقد بأن تساهم الفضائيات الدينية وشيوخها الآن في الترويج لداعش وأيدولوجية داعش نحن نعترف حقيقة أو أنا نعترف أنه في خلل في التصور الديني عند كثير من الذين يخرجون في الفضائيات وعند بعض الدعاة وعند بعض الوعاث باعتبار أنهم خارجي مدارس معينة ومناهج معينة هي أيضا نتاج التراث التي ذكرتها سابقا التراث الاجتهادي البشري الذي وقعت فيها عدد من الأخطاء يعني قضايا التكفير التي ذكرناها سابقا وهي التي يبني عليها داعش توجه الديني في السباحة الدماء والأعراض والأموال والكذا هي موجودة في الكتب يعني مخترعتها داعش موجودة في الكتب وهناك من يتبنى مثل هذه الآراء يعني يمكن فقط الفرق أنه في من تجرأ وطبقها على أرض الواقع وهم داعش والقاعدة وجماعات الإرهابية وهناك من يرى سياسة تأخير التطبيق إلى الفترة التي يمكنهم فيها أن يطبقوا فلا شك أنه في خطأ في بعض الفضائيات أو بعض الشيوخ أو بعض الوعاظ والمذكرين والدعاة الذين يخرجون في الفضائيات لكن طبعا لا يشمل الجميع لكن هذا موجود ولا نستطيع ننكره صحيح صحيح دكتور ربغة معي أجوك دكتور فيصل انتقلك وسنقول سياسيا هل انجحت داعش في توحيد الفرقاء مثل نقول الأمريكا وإيران مثلا يمكن تطرقنا إلى النقطة هذه قبل شوي بالتأكيد أصبح هناك تنسيق التنسيق الأمريكي الإيراني بدأ منذ الاحتلال الأمريكي للعراق بالتالي إيران أو الولايات المتحدة وجدت بأن إيران لديها أدوات تأثير حقيقية داخل العراق من خلال بالتأكيد تنظيمات المعارضة التي استضافتها إيران طوال فترة حكم البعث في العراق أيضا الآن مع ظهور تنظيم الدولة في العراق بالتأكيد الولايات المتحدة رأت بأن إيران قادرة من خلال أدوات التأثير الموجودة في العراق أن تستطيع مواجهة مثل هذا التنظيم فالتنسيق موجود أنت فرأيك أنه هو توحيد لمصالح أو لا تنسيق مشترك بالتأكيد إدارة أوباما مهتمة بإنهاء المفاوضات الملف النووي الإيراني وأيضا مهتمة بتحقيق الاستقرار داخل العراق مهتمة بعدم العودة مرة أخرى إلى العراق بالتالي وجدت بأن إيران هي القادرة على تحقيق مثل هذا الأمر مثل هذا الاستقرار والتنسيق موجود حتى الولد ستريت جورنل أفصحت عن الرسالة السرية التي بعثها رئيس أوباما إلى المرشد الأعلى والذي كان في حواها وجود التنسيق السياسي والعسكري داخل الأراضي العراقية لمواجهة تنظيم الدولة بالتالي الولايات المتحدة مدركة بأن بالفعل هناك تنسيق يجب أن يكون مع الجانب الإيراني لأنها هي الأقدر داخل العراق على الأرض لمواجهة تنظيم الدولة وبالفعل الآن مثل ما ذكرنا قبل شوي بأن الحرس الثوري الإيراني من خلال فيلق قدس أو من خلال الميليشيات بين قسين الشيعية العراقية الموالية لإيران أو لبينها وبين إيران تنسيق عسكري موجودة في العراق وبالتأكيد هي تواجه تنظيم الدولة مدام ذكرنا الدول الغرب عندنا أيضا تقرير عن الإعلام الغربي والنظرة للإسلام وأيضا صحيفة تشارل إبدو دعونا نشوفها مع بعض غزوة منهات بيعتنا لأمير المؤمن هي بيعة عظمى هكذا بدأ المتطرفون جهدهم العالمية المزهوم في الحد عشر من سبتمبر من عام 2001 وهكذا أعطوا الدريعة للنيل من الدين الحنيف لتتحول بعدها صورة الإسلام في أعين البعض من دين سماحة وسلام إلى دين قتل وتفجير وتنكيل ثم أكمل المتطرفون جهدهم لكن جهدهم هذه المرة كان مع المسلمين أنفسهم فأبدلوا الآية الكريمة من أشداء على الكفار روح ماء بينهم إلى عكسها ترى الدماء والرؤوس المقطوعة أينما حلوا وارتحلوا داعش وأمثالها فعلوا بالدين ما لم يستطع أعداؤه أن يفعلوه برغم من كلمة التبرير وشرحي آيات القرآن من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسنا أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ودفاع منابر المنطقة ناس تقطع الرؤوس أطفال يعلمون كيف يقطعون الرؤوس مع التكبير دائما يخلقوا يكبروا سيد محمد شفنا ممكن شون الغرب الآن ينظر إلى الإسلام بعد وروز وحشية هذه الجماعات التطرفة برأيك شلون يمكن ينجح العلام العربي الإسلامي في إقناع العالم ببراءة الإسلام من هذه الوحشية وهذا الأمر يمكن يرفضه الدكتور عادل أنا برأيي أنه ليس الغرب يجب أن ينتظر المسلمين أن يطلبوا أن يمنع هو بنفسه يجب أن يمنع الغرب عندهم تجربة مهمة هي في عملية تجريم معادات سامية بعد إرس الحرب العالمية الثانية اليوم إذا لا نريد أن نكرر الخطأ لازم أن يكونوا مع الأطراف التي هي تدافع عن صورة الإسلام الحقيقي كما تفضل الدكتور الشيخ وتكلم عنه من المملكة العربية السعودية اليوم المشكلة الرئيسية دعنا نفسر بعض الأمور يعني في الخطاب الانتخابي في أمريكا ممكن أن تقول أن الإسلام ليس دين إرهاب أربع مرات في جملة في ذهنية المواطن الأمريكي ارتبط اسم الإسلام بالإرهاب يعتمد على أنت طريقة المحضر فيها الخطبة والتقنية التي تتوجه بها إلى الجمهور اليوم أمريكا متقدمة جدا وبيعرفوا أن يتعاملوا مع الإعلام كسلاح وحتى في أوروبا توجد جهات معينة لكن لا بدنا نظلم كل الغرب يعني أنا على السريع رح أذكر حدثين مروا معنا بالصحافي كانوا لطيفين جدا وصلت عليهم الغرب الضوء مثلا في السويد تم الاعتداء على مسجد بالليل فتاني يوم أجوا من هم مسيحيين أو حتى ليسوا مسلمين إلى المسجد تاني يوم وحطوا ستيكرز على المسجد ويلاف إسلام ويلاف مسلم اللي هم مملكة السويد في أستراليا أيضا عندما قام مواطن إيراني بعملية قتل في داخل المقهى بموضوع أحد البنات كانت في قطار وشلحت الحجاب يوم سمعت أنه في حادث اعتداء من مسلم بالراديو وهي وبالحافلة خوفا من أنه تتعرض إلى اعتراض فأجت مواطنة أسترالية من غير دين الإسلام وقالت لا لا تخافي خلي حجابك وأنا رح وصلك إلى المنزل ودافع عني فبالتالي اليوم يوجد توجهين في الغرب يوجد بالطبع من لديه حملات دعائية موجهة ضد الإسلام ويستهدف الإسلام ولكن أيضا ليس كل الإعلام هو إعلام موجه أو إعلام يعني يريد الخطر ومثل ما قلنا الأهم أن يقتنع الجميع بأنه دائما الدفاع عن الاعتدال والدفاع عن الوسطي هو الخيار الأمثل والإسلام للجميع نعم مساندة يمكن أيضا للإعلام دور أيضا المدارس منذ الصغر والتعليم وكيف استعداد يعني وزارة التربية نرى بهذا التقرير التقرير يمكن مجاهز لكن إذا ننتقل الدكتور عادل برايك شنو الثقافة أو السلوكيات اللي إحنا موجودة في مجتمعنا الإسلامي واللي قاعدة تحث الشباب على الانضمام لجماعات مثل قاعدة وداعش يعني أنا مصعب أقول شنوه في مجتمعاتنا الإسلامية لأن كما تفضل الدكتور حاتم في كلامه ليس من يعني ما يحدث له علاقة بالإسلام لكن أنا أقول ما هو موجود من ممارسات على الساحة في دولنا اللي ممكن يشجع الشباب أن يروح إلى الأمام يعني حقيقة اليوم أكثر معضلة تواجه الدول يعني في الدول العربية والإسلامية في تعاملها مع الشباب هو أن الشباب فاقد الأمل في المستقبل في تخوف كبير من المستقبل لكن لو نظرنا للشباب في منطقة الخليج دكتور يعني هايشين حالة استقرار وأخو أختي يعني أنا أريد أسأل حضرتش هل إحنا سوينا دراسة عن مدى تأثير الشاب اللي عمره 13-14 سنة يوم أن يفتح الجريدة الصبح يوم أبو على الريوق ويقرأ أنه سعر البرميل البترول وصل 40 أو 50 دولار وإنه فيه أنباء واليوم الشاب اللي عمره 13 سنة عنده ثقافة كبيرة جدا وإنه فيه أنباء موجودة في الانترنت وفي كل مكان تقول أن البترول رح ينضب أو يفقد أهميته في عشرين عشرين يعني بعد خمس سنوات من الآن ويرى فيه حقائق جدا ما تقول سعر البرميل وصل 40 دولار وممكن يهبط أكثر وممكن يثبت عند هذا الحد فهذه الأخبار اللي قاعدة تصل الشاب في نفس الوقت وجود صراعات سياسية داخلية هو غير غائب عنها يراها أمامه إذن هو ما يحس بالأمان في نظر؟ طبعا هذه أكبر معضلة الآن تواجه معضلة نفسية أنا أتكلم عنها هو عدم الشعور بالأمان وهل الجماعات هذه تعطي هذا الشعور عشان شي ممكن يضم لها؟ تعطي الحل الوحيد في منوجهة نظرة لتعديل الوضع هذا وهو أن نقوم على مقومات إسلامية وإعادة العدالة والحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى الذي سينهي هذا الفساد وهذه القضايا كلها فتقوم الدولة على العدل والسلام والمحبة والوآم والمساواة في أيضا شيء آخر يسوق فهذه النقطة حقيقة أننا الآن كدول نحتاج أن نشتغل عليها هي إعادة ثقة الشاب في مستقبله الشاب لم يكن قلتها مرة حتى في الإذاعة من باب الضحك لكن هي حقيقة أحد الشباب يقول لي أنا متزوج وصال لي عشر سنوات أبي بيت لم يحصل بيت فحصلت بيت في ارتداد محول في أحد مناطق الكويت يقول في رميثية يقول حصلت 600 متر ارتداد محول بيت هدام بـ 300 ألف دينار مكتوب على طوفة المحول مالت على نادي القادسية يقول بـ 30 ألف دولار شريت بيت في كاليفورنيا فيقول طيب أنا شون يعني أنت كلمني أنا من وين أي بـ 300 ألف فهذه حقيقة قضايا لابد نحن ننتبه لها ونحطها في الاعتبار الشاب اليوم يعني يعاني ليست القضية المادية هي اللي أنا منطلق منها التخوف من المستقبل موجود موجود عندي أنا اللي في منتصف عمري عندي تخوف من المستقبل فكيف الشاب الشاب اليوم يسأل نفسه يقول هل أنا في منطقة الخليج اللي عيش بهذه الأريحية اللي عشتها مع أبوي هل رح أقدر أنا أعيشها في المستقبل ووفرها لعيالي هذا السؤال موجود في نفوس الشباب شوفه مبرر نفسي يعني يعني كثير الدول تعاني من نفس هذا الموضوع وحتى الدول غير إسلامية أسوأ ما شفناهم يعني لذلك تصروا لهذا النوع لهذا الدرجة ما تطروا لذلك مو كل الشباب اللي راح الشباب اللي يعني التأثر هو اللي راح لكن فيه شباب موجود وعايش ويحاول يعني العفو اليوم من نسمع ان طلبات دوت كوم انبعت بمئة وخمسين مليون يوروط هذين شباب كويتين اللي سووها في نفس الظروف الموجودة الشخصيات تختلف ولكن هذه الجماعات وهذه التنظيمات تعتمد على 25% من الشباب وال25% من الشباب هذين في جو خصب لاستقطابهم أنا دكتور اسمحلي بس أبس تفيد نحن في بيننا وقت بيننا وبين ستلايت بالسعودية دكتور حاتم قبل لا يخلص أيضا حجز الستلايت الآن ذكرت دكتور مشكورا أن فعلا هناك أخطاء يجب على علماء الدين والمشايخ أن يحلونها وما إلى ذلك وجاء الوقت الآن يمكن لأن يقوم رجال الدين بمراجعة وتصبيب وإعادة نظر في فهم بعض النصوص الدينية مطلوب منهم الآن بما أن جاء الوقت شو المفروض يسوينا الآن مشايخ الدين لمعالجة هذه الأخطاء حقيقة لا أشك المسألة المهمة كبيرة جدا لكن مثلا أركز على القضايا التي أرى أنها موجودة في بعض ثراثنا الاجتهادي الفقهي خطأ وطبعا موجودة الصواب أيضا الخطأ وصواب موجود في ثراثنا لكن احتاج إلى النص على هذا الخطأ حتى لا يستغل ويبين الأدلة الصحيحة التي تبين خطأه في قضايا مهمة يبنى عليها الفكرة المتشدد والإرهابي يعني مثلا قضايا التكفير الخاطئ هذه قضية مهمة جدا لأنها بالفعل منتشرة وهي أساس يبني عليه المتطرفون أساس ديني يبني عليه المتطرفون موقفهم من المسلمين الذين يكفرونهم فيستبيحون دماءهم والدول التي يكفرونها ويستبيحون الاعتداء عليها القضية الثانية القضية الطائفية أيضا الإثارات الطائفية بين السنة والشيعة وغيرها من طوائف المسلمين هذه أيضا واجب علماء الدين هم الذين ينبغي أن يصححوا هذا التصور عن العلاقة بالمخالف لنا سواء في الدين كاليهود والنصارى الغيرهم من الأديان والتي استوعبها الإسلام ضمن أحكام عادلة جدا يحفظ لهم حقوقهم لا يكرههم على الدين أحكام كثيرة هذا الغير المسلم فضلا عن المسلم الذي قد ربما يخالفنا في بعض الأصول والعقائد أيضا له أحكام في أسلوب التعايش والتفاهم والحوار والنقاش معه وعدم إكراه على تغيير عقائده طبعا قبلها عدم تكفيره ما دام أنه من أهل الشهادتين شهادة اللا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله أيضا تعميق الفهم للدين وفهم مقاصده وعدم النظر لبعض النصوص مجتزئة دون فهم مقاصد الشريعة وعلى الأحكامها وحكمها التي يبنى عليها التصور الصحيح لفهم الإسلام أيضا مسألة فهم سنة الخلاف القدري البشر لا يزالون مختلفين الاختلاف سنة كونية قدرية لا بد أن تبقى إذن المطلوب منه نحن أن نعرف ما هي الأحكام أو الطرائق للتعايش مع هذا الاختلاف وهذا أيضا موجود في تراثنا الإسلامي على الوجه الصواب ويوجد أيضا ما يعطي تصور خاطئا عن هذا التعايش في تراثنا الاجتهادي البشري فواجب علماء الدين هذه القضايا نعتبرها أهم قضايا أساسية ينبغي على علماء الشريعة أن يسارعوا في هذا الوقت بالتصحيح فيها حتى يمنعوا بذور التطرف الدينية عند شبابنا جميل ما ذكرت كلها جميل دكتور ولكن هل اللي ذكرت هو مشروع أفراد ولا يجب أن يكون مشروع دول لا شك أنه ينبغي أن يكون مشروع دول الأفراد مهما كان عندهم من القدرة العلمية أو من الشعبية والجماهيرية لكن لا يمكن أن يؤثروا مثلا على مناهج التعليم لا يمكن أن يؤثروا على وسائل الإعلام الرسمية لا يمكن أن يؤثروا على الجامعات وغيرها من التي تخرج التصورات الدينية عند هؤلاء الشباب إذن لا بد يكون في بالفعل في تبني من الدول لمثل هذا التصحيحات وتجديدات في علوم الدين حتى يمكن أن تكون مؤثرة في واقع الحياة نعم دكتور أنا يعني آخر آخر يعني يعني بالنسبة لسؤال تعتقد هل في أمل أن داعش يدخلون الإسلام طبعا هم مسلمون ما خرجوا من الإسلام لكنهم على ضلال ولا شك نحن لا نكفرهم نحن أهل عدل فإذا كفرونهم طبعا هم لا شك أنهم يكفروني أنا ويكفروني يمكن كل المعك في السيديون وبعيد أنهم يكفرونهم أيضا لكن نحن أهل عدل وإنصاف لا نكفر كل من كفرنا نحن لا نعتقد أنهم كفار مع قولنا بأنهم خوارج وأنهم مجرمون وأنهم عصابة ليس كل من عادانا وإعتدى علينا نكفر وما دام أنهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله تكفير له قواعد وله أصول نعم وليست مسائل سباب وشتام أو يعني نرد الصعب صعير إذا كفرون نكفرهم وزيادة هذا ليس عند أهل العلم ولا في ميزان العدل والإنصاف لكن لا شك أنه كما ذكرت سابقا يعني الموقف من داعش هناك موقف لإنهاء شوكتها وقدرتها على الاعتداء وهذا لابد أن يكون عسكريا في البداية لكن مناقشة الفكر لا تكون بالقوة ولا بالإكراه لابد من خلال الحوار والنقاش وهذا الذي يفعل عليم نبي طالب يختم بذلك مع الخوارج عليم نبي طالب يقاتل الخوارج مع أنهم كفروا وخرجوا عليه وإنما ابتدأ بحوارهم ونقاش محاورهم هو وأرسل إليهم ابن عباس وناقشهم شريح القاضي قضيه واهتدى كثير منهم في زمن عليم نبي طالب ولم يقاتلهم حتى استباحوا الدماء هذا المنهج الراشدي الذي قام به عليم نبي طالب رضي الله عنه هو الذي ينبغي أن يعامل به هذه الجماعات لا يقاتلوا إلا إذا استباحوا الدماء واعتدوا فإذا تركوا حمل السلاح والاعتداء ليس لنا معهم إلا المحاولة التغيير بالإقناع المحاولة الفكرية التي يمكن بها أن نغير قناعاتهم إلى الوجهة صحيح صحيح نتمنى طبعا لما نصل لمرحلة القتال مع داعش مثل ما ذكر دكتور عموما مكة المكرمة دكتور حاتم العوني عضو ميزة الشورى السعودي أشكر جزيلا مشاركتك معنا شكرا جزيلا دكتور إذن مشاهدين قبل شوي قدمت تغرير ما يمكن أيضا عمله من خلال وزارة التربية مع هذا الفكر نشوف هذا تغرير نعودها عندنا يمكن دراسة رح يشالها تنتهي في نقدم شهر مارس عن الوسطية في النظام التعليمي جزء منها يتعلق به تحليل المناهج الدراسية في دولة الكويت هل تتضمن الوسطية هل وجود الوسطية يكون بشكل بارز آلية التضمين هل هو موضوعات هل هو صور هل هي أفكار حتى نضمن وظهورها بشكل الإيجابي من الناحية النفسية لا شك أن نضمن أن دائما أن مناهج خاصة ما يتعلق بالتربية الإسلامية على وجه خصوص وما يجب العموم تعزز الجوانب السلمية أو الجوانب الإنسانية بشكل كبير بعيد عن أي ما يثيرها أو خلق الشخصية الإرهابية نحن نحرص على أن نكون أو نوقف أي مد مثل الأفكار المتطرفة أو الغلو غضية تقبل آخر أصبحت من القيمة بل يمكن ندعولها ونعززها في أكثر من جانب ليس فقط في الجوانب المواد الاجتماعية ولكن في التربية الإسلامية نستطيع أن نعمقها في الرياضيات نستطيع أن نعمقها في اللغة العربية طبعا لها دور كبير طبعا المناهجنا لما نطرح كتاب في الغالب تغييد بعد سنتين لكن خلال فترة السنتين هذه تكون مراجعة في دقة المعلومات في الجوانب الفنية والأخراجية في مدى فعاليتها مدى تقبل الناس لها أو تقبل المتعلمين لها الآن لدينا ثورة في إعادة الكثير في المناهج الدراسية منها بتغيير بعض المحتوى ليس لخط المحتوى ولكن ليقدم بعض المعلومات قد يكون وجود مستجدات جديدة منها خصوصا ما يتعلق بالقيم والانتجاهات مناهجنا بها كثير من أبعاد التسامح بها كثير من المفاهيم الوساطية وحقوق الإنسان ولكن حتى نضع النقاط على حروب ساعات قد تكون بعض الأخطاء قد تكون هناك بعض الجوانب نحن ندعي الكمال من بعد هذا التقرير أبي أتوجه بسؤال للدكتور فيصل دكتور ظهور مثل هذه الجماعات في دول مختلفة طبعا نحن نرى بعد الدول ليبيا ومصور والعراق وأيضا الشام سوريا وما ندري وين بعد بالمستقبل تعتقد هذه الجماعات هل هي جماعة وحدة منظمة أم جماعات متفرقة مرتبطة فكريا ببعض هو بالتأكيد هناك قاسم فكري مشترك بين مثل هذه التنظيمات وأهم هذه القاسم المشتركة بين هذه التنظيمات هو رفض فكرة الدولة الوطنية أو الدولة القومية ورفض فكرة الديمقراطية بحد ذاتها واعتبار بأن الحل الوحيد لإقامة الدولة الإسلامية الأصيلة التي كانت موجودة في دولة النبوة ودولة الخلافة الراشدة لا يكون إلا عن طريق الجهاد لذلك هذا يجرنا إلى نقطة مهمة وهي من أسباب ظهور مثل هذا التنظيم أو غيرها من التنظيمات التي تحمل نفس الفكر المتطرف الحقيقة المنطقة كان أمامها فرصة تاريخية لوائد مثل هذا الفكر المتطرف وأقصد بهذه الفرصة التاريخية كانت الثورات العربية لأن تنظيم مثل تنظيم القاعدة التي قبل ظهور ثورة الياسمين في تونس التي بدأت هذه الثورات كان يسوق فكرة رئيسية وهي تكفير هذه الأنظمة غير الديمقراطية وبأن الوسيلة الوحيدة للتعبير أو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الحكم لا تكون إلا عن طريق إعلان الجهاد لكن الشباب العربي والمسلم في المنطقة شافوا بأن هناك وسيلة أخرى للوصول إلى الحكم وهي عن طريق الاعتصامات السلمية والثورات السلمية وحصل هذا الأمر في تونس وحصل أيضا في مصر وحصل في سوريا بعض هذه النماذج نجحت مثل تونس وبعض هذه النماذج فشلت مثل نموذج الليبي أو النموذج المصري أو النموذج السوري الأكثر فشلا لذلك مثل هذا الشباب العربي والمسلم اللي كان يؤمن بالوصول إلى السلطة عن طريق التداول السلمي للسلطة إذا بنشوف النموذج المصري مثلا يعني مثل هذه الجماعات وصلت للسلطة مثل جماعة الأخوان المسلمين مثلا وصلت للسلطة عن طريق الانتخابات لكن لما أفشل مثل هذا المشروع وحدث الانقلاب العسكري بالتأكيد كانت لتأثيرات سلبية عميقة في نفوس الشباب العربي وأصبح ليس هناك اقتناع وليس هناك إيمان ورجعت مرة أخرى الأجندة السياسية والدعائية لمثل هذه التنظيمات بصورة أكثر وضوحا وهي بأن لا فائدة من الديمقراطية حتى لو وصلنا بالانتخابات كجماعات إسلامية سوف نحارب ونقص بتواطئ الأنظمة العربية لذلك نرجع مرة ثانية نقول بأن هذه التنظيمات وجدت في هذه المناطق مثل سوريا أو ليبيا لأن أصبحت هناك بيئة حاضنة وهي الفوضى السياسية لأن نتخيل لو افتراض آخر بأن النموذج الليبي نجح مثل النموذج التونسي بتداول سلمي للسلطة ما يمكن أن نجد مثل هذا التنظيم يجد له مساحة أو يجد له قبول لكن الفوضى السياسية الموجودة في ليبيا أو الموجودة في سوريا أو المقسام الطائفي والممارسات الإقصائية الموجودة في العراق هي من أوجدت مساحة لقبول مثل هذا الفكر المتطرف نعم أستاذ محمد بعيدا عن الإعلام كيف نرى مستقبل الأزمة السورية مع وجود الجماعات المتطرفة وإنعكاساتها على المتطرف يعني للأسف الأزمة السورية تتكرر وتكرر أمامنا مشاهد مأساوية شاهدناها في القرن العشرين من أفغانستان إلى البوسنة والبلقان دائما المناطق التي فيها تعدد إثني وعرقي وطائفي إذا ما اندلعت فيها الحرب فيكون من الصعب جدا إنهاء خاصة عندما تدخل في مكوناتها الحسابات الأقليمية والدولية وغيره وهذا ما يجري في سوريا سوريا تحتاج إلى قرار دولي من كل الأطراف المعنية في الداخل للوصول إلى حل وإلا فسيطول أمد النزاع لفترة طويلة للأسف وضحية الأولى والأخيرة والشعب السوري نعم دكتور عادل نحن نبيل حل يعني الحل لها المتطرفين أو هذا الفكر هل فعلا ممكن نقول أن هناك نتائج إيجابية لمعالجة مثل هذا النوع خصوصا الشباب يعني الذين تجهوا لهذه التنظيمات هل ممكن فعلا إعادة تأهيلهم وواضح أن أنت عندك خبرة في هذا الموضوع حقيقة أنا جدا يعني معجب بكلام دكتور حاتم يوما قال إحنا يعني لا نكفر هؤلاء يعني أنا كطبيب نفسي أنا ما أقدر أستخدم هذه الكلمة لأن لا يتناسب معي كطبيب ما أقدر أقول ما نكفرهم أنا أقول إحنا نحتاج أن إحنا نواريهم أن إحنا مجرمينهم أنا أتكلم عن الشباب الأتباع ليش لأن أنا ولا نكرههم إحنا نكره عملهم كما تفضل الدكتور حاتم ولا نكره ذات الشخص وأنا حقيقة يعني قاعد هنا أتبنى الفكرة في عملية معالجة الشباب اللي عندهم مشكلة الإدمان وحدة من الرسائل التي نحن دائما نتكلم فيها مع الأهل لا توصلون لرسالة لأنكم تكرهون دائما أنتم تكرهون سلوكه ولا تكرهون أهو كشخص لأن لو أنا فقط يعني كل علاقتي بالمجتمع أهلي ما يبوني أنا مجرم سأتخل لا يوجد اتتماء صحيح إذن لا لي خط رجعة إذن لا لي إلا أكمل في هذا الطريج أو إذا رجعت أنا منتهي سأضع في سجن سأكره ما لي عمل ما لي كذا فحقيقة هذه نقطة مهمة جدا وهي حقيقة حساسة لأن هناك عوامل نفسية يعني أنا كيف أتعامل مع شخص مسك واحد وانحرع وتقول لي تعال عاملة إنسانيا الآن كيف تعال مع شخص حط شخص وحرقه وتقول لي تعال عاملة إنسانيا الآن هي قضية حساسة يعني حتى على الجانب الحل لكن نحن حقيقة الآن هؤلاء الشباب ستنتهي التنظيم الدولة الإسلامية ستنتهي في لحظة وفي آلاف الشباب كما تفضل الدكتور فيصل أو الأستاذ محمد إلا أذكر حاليا من قال هذه النقطة سنتهي هؤلاء وين يروحون فإحنا حقيقة لازم نفكر في اللحظة هذه في عملية استيعابهم أنا أذكر حقيقة من حوالي ثلاث سنوات كنت في زيارة عمل لسوريا يعني تصور هل بالإمكان أن نقوم بمركز تأهيل لضحايا الحرب في سوريا فحيث أن سافرت في الخط الذي سافر فيه الشباب للوصول إلى سوريا كويت إسطنبول إسطنبول إنتاكيا إنتاكيا بعدين تدخل إلى سوريا ففي مطار إسطنبول شفت مجموعة من الشباب العرب مجموعة من الدول الخليجية موجودين هناك بعدين سافروا معاي إلى إنتاكيا فحيث أن قلت خوفي قلت وداخل سوريا أيضا شفتهم بعد ذلك ونحاول نقيم الوضع هناك لإنشاء مركز التأهيلي هذا فنقل تخوفي لأحد ذاك الوقت كان عضو مجلس أمه سابق قلت أقول أنا أرى تكرر التجربة الأفغانية هؤلاء الشباب من يستقطبهم وهم يستطيع بدافع إنساني بدافع عاطفي بدافع ديني أين كان يستطيع هناك من يستطيع تتكرر التجربة الأفغانية فقال لا أقول هذا كلام هذا كلام ليس صحيح الآن لا نستشفي المستقبل في عملية نشوء هذا الجسد داخل الأمة الإسلامية لا بد نستشف الوضع بعد انتهاء هذا الجسد وهو هؤلاء الشباب لو اليوم كرهناهم فينا وقطعنا كل الحبال معهم لن يكون هناك وصيلة لاستيعابهم مستقبلا لذلك حقيقة نحتاج أن نستوعبهم مستقبلا هل ممكن تأهيلهم طبعا ممكن التأهيل هل سننجح مع الكل لا لا سننجح مع الكل هذه حقيقة لكن لا نعدم الأمل في أن ننجح كثير من هؤلاء الشباب أنا متأكد كما حدث في أفغانستان سيحبط بعد الهزيمة لذلك تهلم فكريا طبعا لذلك نحتاج أن نستوعبهم وهذه النقطة المهمة مثل الأب الذي يتعامل مع ابنه يدخن زقاير وأنا أكره الزقاير أنا أكره الزقاير لكن عمري لا أكره ولدي صحيح دور وزارة الأوقاف ما ستتوقع يكون حقيقة الأطباء النفسانيين تكره مزارة الأوقاف لا دع 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 موقفك مع موقفكم دع الله الله أكبر الله أكبر الوزارة والله الحمد مننا ما يقارب من 35 ألف خطبة سنويا لا توجد ملاحظات إلا على بضع يعني خطب في نواحي متعددة وليست للقضية الفكرية بالحقيقة هناك مثاق المسجد وعلى الخطباء يلتزم بهذا المثاق وهذا المثاق ينص على أن ما يتعدون على الآخرين ولا ينشرون الفكر المنحرف ولا ينشرون الفكر المتطرف ولا يعني يسخرون من أحد وما شابع ذلك من أمور لائحة كاملة متكاملة في الضوابط لخطبة الجمعة وللدروس أيضا وجميع الخطب تسجل بمسجلات موجودة وتعرض على لجنة واللجنة تسمح هذه الخطب وتسجل ملاحظاتها وترفع هذه الملاحظات للمسؤولين فمن ناحية الكنترول الله الحمد يعني إلى 99% تقريبا منضبطة يعني الأمور الحمد لله يعني نحن نحاول أن نرصد أي تجمعات موجودة في البلد أو أي الطرحات موجودة في البلد ونعمل دورات لخطبانا في مثل هذه الموضوعات ومثل هذه الشبهات التي تثار ومن ثم نعالجها من خلال يعني خطبة الجمعة ومن خلال الدروس اليومية والأسبوعية وبعض المطبعات أيضا من قطاع المساجد الأقوات في ميثاق المسجد ومن صلاحيات لجنة الشؤون الدينية ما بين الانذار إلى الإيقاف التام والكامل للخطيب أو حتى الإمام إحنا أبوابنا مفتوحة في هذا الموضوع وغير الموضوع في كل الموضوعات يعني أبوابنا مفتوحة لأي بلاغ لأي مراحضة لأي يعني شبهة لأي إثارة موجودة على خطيب على درس على إمام وبالحقى يعني هذا هو يعني برنامجنا وهو منهجنا الذي يعني نسير عليه وهو الشعار الذي وضعناه لاستراتيجية الوزارة وهي قضية الأمة الوسط وأبرز قيم هذه الاستراتيجية الوسطية ومن الاعتبارات الحاكمة أيضا الوسطية فالتركيز يعني على الوسطية وعلى الاستدال وخاصة كما تفضلتم يعني قبول الرأي الآخر واحترام الرأي الآخر فنحن حقيقة يعني آفة الآفات والكارثة الكبرى هو التعصب للرأي من بعد ما شفنا تقرير وزارة الأوقاف عندنا تقرير آخر للمصريين الأقباط الذين تم نحرهم في ليبيا خلونا نشوفها مع بعض هجروا ليسترزقوا فقرر الدواعش قدعى أرزاقهم بعد نحر أعناقهم وإعادتهم إلى أهاليهم في النعوش مجانين التطرف يستعرضون المشهد الدموي لأجل الدعاية لفهمهم المزيف والمشوه لدين الله استخدموا كل فنون الجنون إلا فنون السماحة والرحمة التي بعث بها رسول السلام بكل الوحشية التي لا تقوى الكلمات على تحمل بشاعتها بكل الأسى على هؤلاء المغلوبون على أمرهم نتبرأ من أن يكون هؤلاء الوحوش منا أو أن نكون منهم إن مصر تحتفظ نفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين المتجردين من أبسط قيم الإنسانية اللحظة دي لحظة صعبة جدا على المصريين ومؤلمة وقاصية وموجعة فيها من الهزة والزلزلة للقلوب والنفوس وفيها الصدمة للعقول عن هذه الوحشية المجرمة التي تدعي أنها متدينة أو تتكلم باسم الإسلام مفيش حد يروح ليبيا والناس لناك تخرم البحر الأبيض المتوسط لن يكون بحراً للدموية الداعشية حتى وإن تفخروا بالحيال السينمائية الموج الأزرق سينتفذ نصرة للمظلومين وقصاصاً من السفاحين ليغرق مخططتهم في مصر الحضارة والتعايش الأزلي ستبقى موحدة إلى الأب إلى الأب أعود إلى ضيوفي في الستيديو أنتغل للدكتور فيصل دكتور فيسونكس لي معنا دكتور عادل لأن كيفية معالجة هذا الموضوع من وجهة نظرك هم السياسة داشتاً في المعالجة أم لا؟ أنا أتفق مع اللي قال دكتور عادل بأن الإجراءات العسكرية والأمنية حقيقة ليست كافية حلها وقتي أو ما قضيت على المشكلة الحل الجذري والعميق بالتأكيد هو الجانب الفكري ومحاولة إصلاح الأفكار الخاطئة في الفكر السياسي الإسلامي بالتأكيد هم يستعيرون هذه مؤكدة أن هناك استعارة من أدبيات الفكر السياسي الإسلامي قد تكون هناك بعض الكتابات التي فهمت بطريقة خاطئة لذلك ما نحتاج له هو تشجيع النماذج الإسلامية المعتدلة الوسطية من أجل أن يكون هناك نموذج جاذب بالنسبة للشباب الإسلامي يعني حتى في تقرير الطيار الأردني استشهدوا بمقولة لابن تيمية يجب أن يكون هناك دور لعلماء الإسلام لتوضيح بأن المفكرين الإسلاميين في فترات زمنية سابقة قد يكونوا عاشوا في ظروف مختلفة يعني إذا نحن نتكلم عن ابن تيمية بالفكر السياسي الإسلامي هو عاش بفترة زمنية عانت فيها الدولة الإسلامية من الغزو التتري ومن الحملات الصليبية بالتالي هو ما كان يقوله في هذه الفترة كان يعبر عن نتاج للبيئة والظروف التي عاش فيها ما هو قد يكون ضروري أن يكون صالح لها الفترة الزمنية أنا لا أقصد أن هناك آيات قرآنية وحاديث نبوية شريفة لكن هو تفسير رؤى تصورات بالنسبة للمفكر الإسلامي ما نحتاج بالنسبة له الوقت الحالي هو محاولة تشجيع النماذج الإسلامية حتى الحركات الإسلامية هناك حركات وجماعات إسلامية معتدلة تقبل بالعملية السياسية اعترف فيها قال نعم في قصور ونحن كنا بطيئين في الاعتراف في هذه القصور والتقصير حتى ما هو بس من جانب العلماء حتى بالتأكيد من جانب الأنظمة الذي أنا أقصد فيه الجماعات الإسلامية بالتأكيد معتدلة هناك جماعات إسلامية حوربت وأقصيت من العملية السياسية وهي تقبل بالعملية السياسية هناك فارق مثلا ما بين جماعة الإخوان التي تقبل بالعملية السياسية ولديها اعتدال في طرحها وخطابها الإسلامي وما بين تنظيمات مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية الآن بالتالي محاربة الدول مع الأسف في دول المنطقة في الفترة السابقة لجماعات إسلامية معتدلة تقبل بالعملية السياسية هو من أفسح المجال لتنظيمات متطرفة مثل تنظيم الدولة أستاذ محمد دعونا تكلم إعلاميا العديد من الناس تكلموا عن الإنتاج المبهر للفيديوهات التي نزلت للعمليات البشعة التي قامت بها داعش وأيضا فعلا قالوا الإخراج كان مبهر والتقنيات عالية فشون رأيك فيها الموضوع مع أبي منك كلمة أخيرة قبل الله نختم نعم الموضوع يدخل في علم الأعلام يسموه بالقصف الأعلامي أو الفرنسي المتركات الميدياتيك يعني عندما نوجه رسائل أعلامية بطريقة قاسية معينة هنا برأيهم أن الموضوع له هدفين أولا قاعدتهم راضية عن هالأعمال الوحشية اللي يمكن بسبب ظروف اجتماعية مثل ما تحدثنا طوال الحلقة واقتصادية وسياسية ودينية بيعتبروها لها طابع الانتقام أو الثأر على ظلم وتراكم وغيره فهن ضامنين أن قاعدتهم رح تتقبل هالموضوع مثل ما شفنا أطفال من عمر السنوات الأولى بيتعرضوا إلى ثقافة معينة والأمر الآخر هو إخافة الجمهور المضاد شفنا عندما اشتاحت داعش مناطق العراق شمال العراق لماذا نهارت القرى بكلها السرعة سبب كثير منها أنه في منهم كانوا الأهالي بدل المقاومة أو الاستمرار في قرائهم بسبب الصورة المنقولة عن داعش وما جاهدوا عنها كانوا يغادروا القرى ويسلموها حتى قبل وصول داعش إلى المكان فبالتالي هي استراتيجية ألمية منظمة ومدروسة وواضحة طبعا برأيي الإعلام يجب أن ينقل الواقع ويكون عنده قراءة طبعا لتوعية الناس بالموضوع لكن أيضا الإعلام لا يجب أن يكون أداة توجيه وغسل أدمغ فقط فيه ناس بتحب أن يعطيها الإعلام الحقيقة وأن يعطي رأيه ليس ما يمنع من أعطاء الرأي لكن الفصل بين الخبر ورأي تتفق مع ما ذكر تساطرة في المعالجة بالنسبة إلى العلاج طبعا وأوروبا كلها تعتمد اليوم كلها بدأت تستعد لأنه عارفين هنا بعد انتهاء الأزمة كل هؤلاء اللي يحملون جنسيتها سيعودون إلى بلدانهم فبالتالي بديت الاستراتيجيات والكلام عن أنه يجب تنصيق بين مراكز العلاج وعائلاتهم وغيرها من الدراسات اللي حكينا عنها دكتور عادل فبالتالي حتما حتما في حاجة للمعالجة بالنسبة إلى الكلمة الختمية مشكرك على دعوتكم وأتشرف أني موجود بهالحلقة مع دكتورين فاضلين يعني عندهم سمعتهم الكبيرة كل واحد بمجاله ونتمنى لكم التوفيق ونحيي قناة المجلس على النجاح اللي عملته في الفترة القصيرة شكرا طبعا باقي شوية قبل نخلص مجال الكرام حاولنا نكون قراب أكثر شوية من الشارع الكويتي رح نتناول هذه القضية بكل موضوعية إن شاء الله أو تناولناها يعني تناولناها يعني بكل حياة نتمنى رح نعرض بعد شوي أيضا تقرير خذنا وجهة نظر أيضا الشارع الكويتي حوق أغضية داعش لكن مع أن السادة محمد قال كلمة الأخيرة أنا متطر رح نخلي دكتور عادل يقول كلمة الأخيرة وبعد أيضا دكتور فيصل فضل دكتور عادل ما في شك أنا يعني كذلك أكرر شك للسادة محمد نشكركم على هذه الاستضافة وعلى طرح هذا الموضوع بهذه الصراحة نأمل إن شاء الله تعالى وإحنا نحتفل بأعيادنا الوطنية للكويت كل الأمن والأمان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نستطيع أن نصل إلى المنظومة نستفيد فيها من طاقات الشباب الكويتي بالفعل على مدى السنوات الطويلة هذه كانت نبراس لكثير من الدول الأخرى ويعني نرى تحول كبير في العالم الإسلام العربي إلى ما هو أفضل بإذن الله إن شاء الله شكرا لكم على هذه الاستضافة وعلى طرح مثل هذا الموضوع وإذا كان فقط من كلمة أخيرة عن دولة الكويت بالتأكيد لسنا طرف في هذا النزاع وبالتأكيد السياسة الخارجية الكويتية هذه كلمة يجب أن تقال ناجحة في التعامل مع مثل هذه الأزمة أنها لم تدخلت كطرف رئيسي في مثل هذا الصراع الكويت دولة صغيرة لا تستوعب مثل هذه التغيرات التي حصل وبالتأكيد يجب أن يكون هناك تكريس للحريات مزيد من الحريات عدم إقصاء أي طرف داخل الكويت هذا من التأكيد الذي سيكون الحل الجذري للتعامل مع هذا الفكر المتطرد شكرا لكم الله نشكركم أكثر الدكتور عادل الزايد شارية طب النفسي مشكور الدكتور أيضا فيصل بصلي علاقات الدولية بقسم المسابسية الجامعة الكويت ألف شكرا لك أيضا أستاذ محمد الحسيني مدير تحرير جرية الأنباء الكويتية شكرا جزيلا لك شكرا ضيفنا طبعا أهم ضيفنا اللي شكرنا وشكرا مرة ثانية خاصة الدكتور حاتم العوني المملكة العربية السعودية مشكور أيضا وشكوروا الحين الكويتين وشار الكويتي عن داعش من شبابة تغرير والله اللي عرف أنها فئة إرهابية داعش أن ما عندهم لا مذهب ولدين وجماعة إرهابية يعني داعش بالنسبة لي هي منظمة إرهابية أعمالها تقوم على أعمال تخريبية وطبعا مثلك عارف شفنا عملهم مع الكساس بشلون سووا فيه يعني الواحد يخاف أنه حتى يثوي الشيء هذا مع الحيوان والله رأيي أنهم ما يمثلون الإسلام صراحة يوصلون يشهوهون سمعة الإسلام حق الدول الغرب وهذا صراحة مو شيء إنساني أن أخه مسلم يعامل أخه مسلم ثاني والله ما أعرف أصلا بوجودهم ولا بفكرهم ولا بتصرفاتهم اللي يسوونه مخالفة للدين الإسلامي كله اللي عرف عن داعش إنها منظمة إرهابية أول شيء لا تمدنا بصلة بالدين ولا بأي شيء يعني أهموا مفكرين إن الدين اللي قاعد يسوونه هذا الدين ما أعترفوا بوجودهم محرام إنهم يكونون بشر صراحة في ديانات أخرى مفكر أن هذا الدين هذا الدين الإسلامي عشان شذي ما يحبون الإسلام فيعتبرون دين مغزز ودين كراهية ويعني إن الدين كله إرهب وهم خايفين إنه توصل لنا بعد خايفين والله فنتمنى من الحكومات يعني الوقفة الجادة داعش في قاموسنا اللغوي دخيلة وفي وجداننا منبوذة وفي قناعاتنا مرفوضة حاولنا اليوم أن نفهم وأن ندرك أصلها وفصلها كما حاولنا أن نرصد دلالات فعلها بعد أن نشرح خطابها هي مجرد مقاربة إعلامية لظاهرة أكثر من إرهابية طغت على مظاهر حضارتنا ولوثت سمعتنا لم تعد تكفي النوايا لم يعد يكفي نبذها بالقلب أو باللسان وقد حان الوقت لاجتثاثها من ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا فنحن صناع حياة وقد آن لهذه الأمة أن تولد من رحم أحزانها وخيباتها فنحن خير أمة أخرجت للناس جملة الأخيرة عودوا إلى الله أرجعوا إلى الله بين أخويكم واتقوكم ترجمة نانسي قنقر